موسيقى 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 البراميد يخسر على ملعبه أمام سانداونز ويضعف من فرص صعوده في مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسيقى موسيقى أضعف بيراميد فرصة عظيمة في تصدر مجموعته بدوري الأبطال وأضعف حزوزه في البقاء بالبطولة بعد الحصارة اليوم أمام سانداونز بهدف دون رد بيراميد بكتيبة نجومه الأفضل ربما في القارة قدم أداء مخيب جدا للأمال النهاردة أداء دفاعي سيء في الشوت الأول وأداء هجومي هزيل في الشوت الثاني ويفضل السؤال قائم ليه؟ بيراميد مش عارف يا خبت موسيقى موسيقى يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة نهاردة سانداونز بيخسر من أو عفوا بيراميدز بيخسر من سانداونز كان نفسي أقول والله سانداونز بيخسر من بيراميدز بيراميدز النهاردة خسر من سانداونز واحد صفر على أرض بيراميدز مش هادر أقول على أرضه وسط جمهيره على أرض بيراميدز فقط على أرض بيراميدز هدف ليه؟ مكان واحد من أهم النجوم سانداونز جيه في ديئة 17 بسازاجة دفاعية كبيرة جدا من بيراميدز والععب بيراميدز في الوضع التكتيكي والفني في أرض الملعب في أسبوع الماضي كان بيراميدز على أرض سانداونز قدر يتعادل وقشن بهذا الأمر وقشن بالنتيجة وأنه اللي ياخد نقطة من سانداونز على ملعبه ده إنجاز أو نتيجة جيدة مش هنقول إنجاز ولكن نتيجة جيدة وكبيرة جدا عملها بيراميدز ييجي بقى بيراميدز على ملعبه ويخسر من سانداونز أداء دفاعي كان سيء جدا في الشوت الأول وأداء هجومي وردت فعل للبيراميدز كانت ردت فعل سيئة جدا يبدو كده أنه كان نفسي بيراميدز يكسب النهاردة وفعلا كان نفسي بيراميدز يكسب النهاردة عشكدا أما لو أقول سانداونز كان خسر وتعادل في كل الأحوال يبدو وأن بيرامدز وضع قدما خارج دوري أبطال أفريقيا بيرامدز عنده مباراتين قدام مازمبي ومباراة قدام نوازيمه مازمبي فيه أرض مازمبي ومازمبي على ملعبه أكيد مرعب وصعب جدا على أي منافس في القارة الأفريقية نوازيمه في القارة المفروض ياخد نقطة في كل الأحوال الموضوع صعب جدا سانداونز ومازمبي دلوقتي متصدرين بسبع النقاط والموضوع بالنسبة لهم الأقرب للصعود ونيجي بقى عند الكلام المهم ايه مشكلة بيرامدز في خمس سنين ايه مشكلة بيرامدز بص انا هقولك رأيي دلوقتي ربما صادم شوية تحديدا جميل قالي أو حتى جميل الزمالك بيرامدز عنده أفضل تشكيلة فيها عمك كبير جدا في كل العصر عمك دي معناه أنه عنده في كل مركز لعبة مهمة جدا أكتر من اللاعب في كل مركز بيرامدز عنده أفضل تشكيلة في القارة الأفريقية دلوقتي عنده تشكيلة مكتملة مكتملة ما فيهاش صغرة واحدة بعناصر كلها أو معظمها دولية وعناصر عندها خبرات عظيمة جدا أنا ما قدرش أقولك أن البرامدز بيخسر النهاردة أو على وشك الخروج من دول المجموعات في دولة الأبطال الأفريقية عشان دي أول مشاركة ليه فما عندوش خبرة البطولة هبقى بهذر وبضحك على نفسي ليه؟ أنه الفرقة نفسها الفرقة دي اللي هي مجموعة اللاعبين مجموعة اللاعبين دول شاركوا في هذه البطولات أكتر من مرة وفي منهم اللي اكسبها أكتر من مرة يعني إيه فرقة فيها من الأول الشناوي وشريف إكرامي وعلي جبر وأحمد سامي وأسامة جلال والشيبي وأحمد توفيق وأحمد فتحي فيها محمد حمدي وفيها كريم حافظ أنا أقولك لأسماعي بتجيها على بالي يعني وبلاتة توريه وليد الكارتي مهند لشين محمد رضا بوبو رمضان صبحي عبدالله السعيد إبراهيم عادل مصطفى فتحي بيستون مايلي فاخي لقاي بجيب المزاكرة يعني دودو الجباس كل الأسماء دي كلها أسماء لعبة دولي وأسماء خادت بطولات كبيرة ده بيرامدز بص بيرامدز عنده اتنين مهاجمين بيستون مايلي وفاخي لقاي الاتنين مش موجود منهم واحد في الأهلي والزمالك دي خط رمضان صبحي عايزه الزمالك إبراهيم عادل عايزه الأهلي مصطفى فتحي عايزه الزمالك محمد رضا بوبو كان أهلي الزمالك عايزينه مهند لشين كان أهلي الزمالك عايزينه محمد حمدي عايزه الأهلي أسامة جلال عايزه الأهلي إيه ده؟ أحمد الشناوي عايزه الزمالك إيه ده؟ عندهم فرقة خطيرة ومش عارفة تاخد بطولة على فكرة مش في الكامعة الفرقة دي بس أنا بتكلم على أول يوم قس سفي نادي بيرامدز أو بمعنى أضاك كانت تحول اسمه من الأسيوت البيرامدز من أول يوم بيرامدز عنده لعبة عظيمة أفضل من أي لعبة في الدوري المصري ورغم كده هو منافس جيد على البطولات ينافس لللاحظات ينافس على دوري للأسابيع الأخيرة ينافس على بطولة كاس ينافس على بطولة سوبر ينافس على فاينال كونفيدرالية بيوصل للمراحل الأخيرة بس مش قادر ياخد بطولة لغز اللغز ده سببه إيه؟ مش عارف والله معارف أصلتي هتقول لي إيه؟ عشان الجماهير عشان ما فيش جماهير طبعا ده عنصر مهم جدا بس لما أقولك مثلا لعبة بيرامدز دي لعبة كبيرة فأكيد الحافز اللي عندهم أسماء أسماءهم هم يعني مثلا عبدالله سعيد عايز ياخد بطولة عشان أنا عبدالله سعيد رمضان الصبح عايز ياخد بطولة عشان رمضان الصبحي مصطفى فتح عشان أنا مصطفى فتحي وهكذا فهم عندهم كده كده حافز ماشوا وراهم اسمهم وتاريخهم فده حافز عندهم حافز مالي بياخدوا مكافآت كويسة وبياخدوا لواتب كويسة فإيه السبب يعني إيه اللغز فين هتقول لي أصلي هم متدلعين في بيرامدز دي مش مظبوطة دي معلومة مش مظبوطة على فكرة بيرامدز عنده لوائح وعنده عقوبات وعنده خصومات عنده ممكن ما تحسش بها قوي عشان هو مش فريق جماهيري فالكلام ده الكواليس دي ما بتظهرش كل شوية للعالم بس بيحصل إيه اللغز ده هتقول لي طيب أصلي جين باتشيكو مدرب هو اللي عمل المشكلة على فكرة النهاردة في رأيي هو يتحمل نتيجة المباراة النهاردة وهو اللي كان يتحمل إيجابيا نتيجة مباراة الزهب يعني أدار مباراة الزهب بشكل رائع جدا وأدار مباراة العودة بشكل سايق جدا عشان كان حريص جدا دفعين في مباراة اليوم تحديدا في الشوت الأول ودخل فيه جون لما انت سيبت الكورة لسان داونز طوعية وسان داونز لما بياخد الكورة مرعب بس لغز والله تعرف النهاردة قبل ما أخش الحلقة الطبيعي بأعمل إيه وبعد أدور أشوف إيه الأسباب أفكر أنا وزميلي طبعا نحاول ناخد السبب دا مش سبب جمهور بس لا أكيد مش سبب جمهور بس هو واضح إنه فيه عناصر في الفرقة دي مش المفوط تبقى موجودة في فرمز هتقولي ليه ما تلسى إيه العناصر كلها كويسة أقولها لك بالبلدي بالبلدي عشان أنت تفهمها مني وهو سهل الكلام بدل ما جعلصه برمز فرقة معلمين كلها معلمين كلها معلمين كلها كبار الفرقة اللي بتتكون في أي حتة في العالم بيبقى فيها عناصر مختلفة يعني إيه أنا عندي مجموعة ناشئين عندي مجموعة خبرات عندي مجموعة نجوم لكن الفرقة كلها نجوم فأنا فيش حد بيبقى عايز يكون إن نجي له وبيقول مثلاً إيه أنا عايز أظهر ما عبدالله سعيد؟ أي نام عبدالله سعيد بيقدي لهذه اللحظة واحد من أفضل اللعيبة حتى في هذا العمر في مصر بس عبدالله سعيد ما أنا يعني لو خسرت هفضل عبدالله سعيد رمضان الصبحي لو خسرت ما أنا هفضل رمضان الصبحي وعا كزا يعني عد بقى الأسماء كلها علي جبر عسامة جلال أحمد سامي محمد حمدي أسماء كبيرة كلها كلها نجوم فأنا رأيي إنه الفرقة دي من أول يوم بتتكون غلط برمز بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على كوة مالية كبيرة جداً كوة شرائية كبيرة جداً بيقدر يشتير لو عايزه وعلى فكرة عشان برضه بقى أمين بيرامدز من أنجح الأندية اللي بتاعف تشتري لعيبة التحديدة اللي من بره تحديدة من أيام تراوري وبلاتا توري ووليد الكارتي محمد الشيبي وفيستون مايلي بيعرف تشتري لعيبة كويسة ومنهم اللي بيشتري بأسعار رخيصة ومنهم اللي بياخدوا فيه زي بلاتا توري ما كانش مرتبط بنادي فهمهم بيعرفوا يعملوا ده بس هي مش الحكاية إنك تعرف تجيب نجوم كتيرة الحكاية إنك تعرف تكون فريق سليم تكون فريق سليم يصعب علينا بيرامدز خد بالك بيرامدز مش عايز أقول إنه هو خرج من دول المجموعة عشان لسه عنده فرصة ولو ضعيفة بس إهضار بيرامدز لفرصة السنية دي إنه هو يفوز بدورة أبطال أفريقيا هو إهضار هيخسر بيرامدز كتير لبيرامدز بقى خمس سنين بيبني يبني يبني ولم يجني أي شيء خالص السنة دي لو كان كسب دورة أبطال أفريقيا بص بقى يحصل له ايه هيكسب دورة أبطال أفريقيا الأول مرة في تاريخه وأول بطولة يشارك فيها يلعب في بطولة الانتركنتينتا البطولة الجديدة اللي هي في نهاية السنة اللي مكان كاس العالم للأندايا يلعب بقى في كاس العالم للأندايا 2025 يبقى كل حي يكسبها يبقى كل اللي خسروا السنين اللي فاتت دي كسبوا في بطولة واحدة بس لو يركز فيها وعرف يكسبها دورة أبطال أفريقيا طبعا هو زي ما قلت لك حاطة قدم خارج البطولة دلوقتي بس لو قدر يسعب من دول المجموعات أنا في رأيي لو مكان لعيب برامدز وإدارة برامدز وإجازة الفن البرامدز ما ينفعش يسيبه البطولة دي أبدا اللي بينفس فيها مين بينفس فيها كبير القارة الأفريقية النادي الأهلي بينفس فيها سانداون الوداد النهاردة على فاكرة خسر كمان وغالبا الوداد هيخرج من دول المجموعات الوداد هو رصيف البطولة الماضية وبطر البطولة قبل الماضية على وشك الخروج من هذه البطولة من دور المجموعات خسر النهاردة من سينبا التنزيني دي حكاية برامدز النهاردة في كاس العامل الأندية في مفاجأة من العيار السقيل منشستر سيتي يفوز على قروة الياباني تلاتة لشهيئة طبعا بأتالي يا أقو بأهزر بأتحك عشان ما حالش يقول لي بيقول مفاجأة بأهزر عشان كان فيه ناس عندها أمل أنه قروة يكسب منشستر سيتي يا جماعة ما ينفعش فيش ماء يعني أصلح من دور على الفرق اللي في أوروبا اللي طبعا في تكسب منشستر سيتي فأوراوة حاول يعني فضل لحد نهاية الشوت الأول متماسك إلى حد ما وعنده حارس مرمى رائع جدا فكان بيتصدل أكتر من كرة بس كده كده وانت بتتفرج على المباراة عارف إنها جاية جاية المهم مدافع فريق أوراوة مدافع نلويجي اسمه ماريوس سجل هدف في مرمى الهدف الأول لمنشستر سيتي مع نهاية الشوت الأول تحديدة في الديئة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضقع وبعد كده كوفيزيتش أضاف الهدف الثاني في الديئة 52 وبرناندو سيلفا خلص المباراة في الديئة 59 بالهدف الثالث كما كان متوقعا تماما طبعا طبعا يعني وبالتالي أوراوة هيلعب النادي الأهلي يوم الجمعة اللي جاية الساعة 4 ونص في مباراة تحديد المركز السالس والرابع وإن شاء الله الأهلي ياخد برونزية جديدة البرونزية الرابعة في تاريخه أوراوة الياباني لما شفته النهاردة فريق عادي بسرعة ما شفتهش لما لعب بطل المكسيك بس فريق عادي يعني آه عندهم سراعات اليابانيين بس فريق عادي وعنده أخطاء تكتكية فنية فادحة جدا جدا زي ما قلت لك بداية المباراة وببساطة كانت طبعاية جدا يعني إيه كانت طبعاية أنت بتلاعب مانشستر سيتي في الطبيعة أنك بعشر لعيبة آه من فريقتك اللي هم العشر لعيبة يعني بحرس المنبل 11 آه 11 لعب واقف تحت الكورة بيدافع بس بيدافع بس ده حصل فعلا أول الماتش لكن بعد مرور بعض الوقت بدأت نقاط الضعف في الفريق تبان بشكل واضح مع ضغط الست أول نقطة الضعف كانت الضغط العشوائي جدا اللي بيعمله الفريق الياباني بص الصورة ده ضغط عشوائي لما بص عمل ايه هو راح كيف ديه 51 راح باربع لعيبة على لعب من مانشستر سيتي تقريبا لا ده مش ده رودري تمام راح باربع لعيبة على رودري صح؟ بص بقى الاربع يعني دلوقتي كده بعد رودري في اربع من مانشستر سيتي على اربع من فريق أوراو الكومي دي بقى ايه انه المسافة اللي بين السنتر باك اللي هو اللي على الشمال ده والريد باك اللي هو زي الايمن اللي بيدم مع السنتر باك هي مساحة كبيرة جدا وطبع السنتر باك ان الوجه التالي ده ضعيف ده اللي مسك حد تحت ده ده برا الكورة فطبعا كوفيزيتش خد الكورة في سحرة راح بيها جاب الجول التاني وبص هنا كمان مهمة جدا يعني طبعا لما الريد باك او زي الايمن دخل على كوفيزيتش اللي هناك دوت في التراوة اللي هو ميناء يا جماعة كان على شمال منشستر سيتي النهاردة جريلش جريلش النهاردة كان لوحده في اللقطة دي فهو عندهم مشكلة كبيرة جدا في التحركات الدفاعية اللي اربعة اللي وارده عندهم مشكلة كبيرة جدا في التحركات مع بعض بين الزي الايمن والسنتر باك في مساحة وطبعا جريلش النهار التانية على الجناح الايسر باش لوحده خالص بيضغطوش يضغطو خالص وبيضغطو بعدد كبير جدا من اللعيبة بيتجمعوا حولين الكورة والموضوع بالنسبة لهم بعد كده في مساحات بالجملة فالاهل ان شاء الله يا عرف يطلع بالكورة بشكل كويس جدا والامور بالنسبة البيرسيتاو وحسين الشحات لو هم اللي لعبوا برضو المباراة اللي جاية هتبقى فيها فراغات كبيرة جدا على الاجناح طيب هتقول لي طيب الاجناحة بس اللي ليهم فرصة الاجناحة بس يعني هم اللي ممكن يلعبوا في اللي هو بيرسيتاو وكهرابة بس هم اللي ممكن يطلقوا لا الكهرابة كمان عنده فرصة عظيمة جدا زي ما قلتلك في اللقطة بتاعة الكوفز الشديد في العمق بتاع الفريق الياباني فراغات كبيرة جدا وبيتدربوا بسهولة في عمق الملحب وده اللي ظهر كمان في الهدف اللي قلتلك عليه بتاع كوفزيتش كيتواضحة جدا فيه كمان عندهم مشكلة واضحة في الدفاع على الجنبين الجنبين بتوعهم الجنبين الدفاعيين يعني الزي الايمن والزي الايسر لو عملت عليهم اوبرلود بلعبين يعني مثلا برس ده ودخل عليهم من ناحية اليمين ومعام حمد هاني من ناحية اليمين وممكن من نص الملحب يخش لهم امام عشور بقوا تلاتة عملوا اوبرلود من ناحية اليمين دا الزي الايسر بتاعهم هيبقى لوحده ما بقاش عنده دعم يا بقى من لعب الوسط ولا من الاجنحة ولا اي حاجة هو بيعيش لوحده هتقول يا جماعة السوء هي دي هي دي الصورة اللي بقولك عليها هو الراجل اهو رايح جناح هو عايش لوحده والاتنين التانيين اللي مفروض يروحوا يدعموا الرايد باك هم مع واحد تاني اصلا وسهلة جدا والواحد تاني دا كمان مش برقبينه كويس ففي مساحات كبيرة جدا في الركابة عندهم تحديدا على الجنبين سواء في الناحية الهجومية للنادي الاهلي او حتى في الناحية الدفاعية للنادي الاهلي عندهم مشاكل كبيرة جدا فانت عندك صغارات بالجملة تحديدا على جانبي الملعب من فريق اراوة ان شاء الله نستغل دا كويس عندهم مشاكل كبيرا في العمق بس مشاكل اقل شوية هم بيكسفوا نفسهم في العمق لكن في الجنبين هم فاضين خالص خالص يعني شوساكو اللي هو الحارس الحارس الياباني حارس فريق اراوة حارس مميز جدا كان رائع جدا في مبارات اليوم تصدى لسبع كرات تقريبا سبع كرات اجوال يعني تصدى من داخل منطقية الجزاء الاربع كرات وتعامل بشكل صحيح مع العرضيات في تمن كرات عمل مبارات كبيرة جدا رغم السلاسة اداف ولو خبرات كبيرة جدا ولعب للمنتخب الياباني من قبل دا ماريوس مدافع اراوة الياباني وهو مدافع نرويجي بالمناسبة لعب النهار التسعين دي فقط الكرة ست مرات ما قطعش الكرة ولا مرة اتحاماته الهواء النكحة واحدة بس دا خلالاته الاردان نكحة واحدة بس مدافع ضعيف جدا جدا يعني طيب عايز احكي لكم كواليس ما بعد مباراة الاهلي وفلومنينسي البرازيل والخسارة بهدفين دون رد بعد المباراة السلاسي الكبير بالاهلي محمد الشناي ورامي ربيع وعمر السلية قاعدوا قاعدة اللي بينكم سين بتسمى كده باللغة العربية جلسة عاصفة مع لعب النادي الاهلي وتكلموا عن المباراة محمد الشناوي كان اكتر واحد عنده حدة في الحديث تحدث بحدة جدا مع اللاعبين وظهر غاضب غاضب قوي وقال لهم التالي احنا ضيعنا فرصة تاريخية نلعب نهائي كأس العالم ودي فرصة صعب انها يتيجي تاني بسهولة وقال كل مرة بنقول اخطأنا وهنتعلم من اخطأنا ولكن مفيش اي جديد فقال للعبين لازم نستحمل كلام الجمهور وهو زعلان زي ما منفرح بكلامه وهو مبسوط ده محمد الشناوي رامي ربيع قال للعبين المباراة اللي جاية هتكون صعبة جدا قدام فريق قروة وفريق قروة فريق جيد جدا واحنا دلوقتي ما عندناش غير امل واحد وهو الفوز بالبرونزية اللي كنا نستحق طبعا افضل منها السولية قال لهم البرونزية فرستنا وما نفرطش فيها وخلينا متمسكين لحد من حق المركز الثالث لان ده افضل الحلول المتاحة بعد ما ضيعنا كل الفرص الكويسة اننا نوصل للنهاية تلاتة السولية وربيعة وشناوي قالوا للعيبة يا جماعة لو سمحتم وانت رايح بهجمة وشايف ان فرصة اللي جنبك افضل لتسجيلها لو سمحت بصيله الكورة يعني المشكلة اللي احنا كنا شايفينها احنا منفرج على المباراة شافها باقي اللاعبين انه فيه لعيبة كابتتعامل بفردية كبيرة جدا وفيه فرص كتيرة ضعت من النادي الاهلي مبارع بسبب قوارات خاطئة انه لاعب كان ممكن يمر للي جنبه يبقى عنده فرصة افضل للتسجيل كان هو اللي بيكرر يسجل او يسدد من نفسه برضو خلال الساعات اللي فاتت بعد مباراة الاهلي وفلومانينسي البرازيلي عبد المنعم محمد عبد المنعم واكرم توفيق وكريم فؤاد التلاتة دول تحديدة محمد عبد المنعم وكريم فؤاد واكرم توفيق كانوا اكتر تلاتة في النادي الاهلي ظاهر عليهم علامات الحزن والحصرة بعد المباراة كانوا مضايقين جدا مش هافيه تعملوا مع احد حتى يتعامل معاهم والموضوع كان فيه دي كبير جدا بالنسبة لأكرم توفيق كريم فؤاد ومحمد عبد المنعم محمود قهربة وحسين الشحات اللي ضيعوا فرص كتير جدا في مباراة فلومانينسي خلال الجلسة اللي عملها لعيب النادي الاهلي مع بعضهم اعتذروا عن الفرص المهضرة فرصهم المهضرة خلال المباراة وقال انهم اكيد ماكنوش يقصدوا يضيعوا الفرص دي ولكن كان فيه فرص كتيرة كان لازم يسجلوا منها اعتذروا الاتنين يعني مارس الكولوس المدير الفني للنادي الاهلي عمل جلسة مع اللاعبين وكان فيها محاضرة بالفيديو خلال الساعات اللي فاتت شرح ليهم الأخطاء اللي وقعوا فيها قدام فلومانينسي وخصوصا الفرص المهضرة كلها قال لللعيبة احنا عملنا كل حياة كويسة وإيجابية ولكن لم نستغل أخطاء الخصم زي ما قلنا قبل المباراة وكاننا نقدر نخرج اتنين لاشيء في الشوت الأول وده ما حصلش قال احنا كجهاز فاني نجحنا ان احنا نوصلكم للجول لكن انتم لازم تستغلوا مهاراتكم وتسجلوا وترجموا اللي احنا بنعمله لأهداف وانتصارات قال خلاص فاضل مباراة واحدة وفرصة واحدة نكسب البرونزية رغم ان احنا كنا نستحق نوصل للنهائي ولازم نركز في مباراة أوراوة لان دي حاجة ممكن نلد بها اعتبارنا وتبقى اخر هداية ممكن نقدمها للجماهير قبل ما نودع او ما نرحل او في ختام هذه البطولة كولر في المباراة اللي جاي قدام أوراوة الياباني بيفكر يعمل تغييرات على تشكيلة الفريق وهيبقى فيها بعض اللاعبين الممكن ما يكونوش ليهم او شاركوا كتير في هذه البطولة تحديدا رامي ربيعة وقاليو ديانج غالبا هيبدأوا في التشكيلة الاسسية في المباراة القادمة مباراة أوراوة الياباني دي حكاية ان شاء الله الاهلي يبقى شكله أفضل في البطولة اللي جاية ان شاء الله نهار دا كان فيه إشاعة كده دايما تقريبا بتفرج على كورة هقولك من سنة كام من سنة 95-96 تقريبا يعني في الفترة دي بدأت يعني ايه أوعى لمشاهدة المباريات والأخبار وما خلف هذه المباريات والأخبار لما بعد هذه المباريات دايما لما فريق مصري أو منتخب مصري دايما لما فريق مصري أو منتخب مصري يخسر في بطولة كبيرة لازم في بعض الجرائد بعض المواقع بعض الإعلاميين دلوقتي بقيت السوشال ميديا هي اللي بتعمل الكلام دوت واحترار لك يقول لك ايه المباراة هتتعد سمعت الجملة دي كم مرة في حياتك والله وانت بتفرج على كورة أي مباراة كبيرة لفريق أو منتخب مصر لفريق مصري أو منتخب مصر بعد ما بنخسر يقول لك خبر كيات ليه يقول لك احتمالية إعادة المباراة ليه عم ليه يا سيدي ليه بتعشمني يقول لك والله أصل النجيلة ما كيتش مبلولة كويس أي حاجة بقى أيها أصل الدنيا كيب بتمطر أصل الشمس ما كيتش طالعه كويس أصل الحرب كان عالي أي حاجة أي حاجة بص ما لاش علاقة بالمنطق فبعض الناس النهاردة قالوا لك إيه إن المباراة بتاعة الأهلي وفلومانينزي هتتعاد ليه يا سيدي قال لك إنه كان فيه لعب في لومانينزي من في لومانينزي يعني اترد فيه نهائي كأس لبرتدوريس وبالتالي ما كانش يلفع يلعب أول مباراة دي في كأس العالم للآن داي تلاقي عيني الناس آه والله إيه ده إزاي عدت علينا دي شوف عدت على كل دنيا بس فيه واحد هنا عندنا كان أسكى واحد بقى ده اللي بيقى أسكى أخواته اللي هو اللي هو أنا أنا جبت التايها يا جماعة أنا 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 أسف نها بوضع حاجة زي كده أو ب يعني بفهمها للي ما أخدش باله يعني عشان فيه ناس سدقت لأسف لو شفت تعاليات النهاردة إن شاء الله والناس بتبعد لها تقول هو هتعاد صحيح المباراة دي بطولة ودي بطولة يعني اللي بيضطرد في كأس البرتدورس الطرد ده مش هيأثر عليه في كأس العامل الأندية والله هتطرد في دورة أبطال أفريقيا مش هيأثر عليه في كأس العامل الأندية دي بطولة بينظمها الاتحاد أصلا مختلف كمان لو اتحاد الدولي ودي بطولة بينظمها الاتحاد القارق يعني حتى مش مرتبط يفيها ارتبط من أي نوع في الاتحادين يعني مش مطقية خالص يعني والناس يعيني بتصدق إيه حاجة يقول لك آه طبا حلو بالمناسبة يعني لو فيه مخالفة إدارية عملها الفريق البرازيلي تماما هي مش تتعد المباراة أصلا هتبقى النتيجة لصلاح الأهلي كمان يبقى الأهلي كيسي بالأهلي يوم الجمع ان شاء الله يلعب مانشستر سيتي فيش كلامنا طبعا يعني دي حكاية طيب قروا بقى إيه حكايته والأهلي إيه حكايته ما بعد المباراة في المنينزل أجواء عاملة إزاي في السعودية وإلي بيحصل يعني في كاس عامل الأندية نعرف كل الكواليس مع زماننا العزيز محلل رقم عشر محمد جمال من السعودية يا جيمي بنور الدنيا حبيبي يا كيمو أخبارك يا جيمي ونور دايما حبيبي قل لي بقى ماذا حدث بعد المباراة مباراة الآلي وفرما ننسي حالة حزن حالة حزن حالة حزن شديدة جدا حتى نهاردة المعصرة كريم يمكن كلها قافل تماما على اللاعبين ألغى المران ومران الغد وقافل تماما على اللاعبين والكلام كله داخل المعصرة نحن مش نرجع زي البطولة اللي فاتت من غير ماداليا حصل اللي حصل ما كناش موفقين اللاعبية كلها شايفين ان هم كانوا يستحقوا وتعبوا وركزوا ان هم يوصلوا للفاينال صحالة من الحزن كان فيه الكبار في الفرقة يعني على رأسهم محمد الشناوي عالم علول جمعاتهم جلسة النهاردة بعيد حتى على المرسل كولور الكلام على ان احنا آه ما كناش موفقين ربنا ما أرادش ان احنا نكون موجودين في الفاينال لكن لازم نرجع بمريليا لازم على القل تعب نرجع بحاجة يعني آه فمركزين تماما لمباراة قراوة سقعدوا نعرض اتصراجوا على المباراة آه لكن زي مبارح جيمي هاتولنا يا جماعة صور من المباراة كده وجيمي معنا نفتكر اللي حصل في المباراة لقطات المباراة يعني ماشي هيجي علينا جيمي بعد شوية نكمل معاه ونسأله كمان على قراوة الياباني من وجهة نظره آه مباراة انا شايفها سهلا ان شاء الله مهمة بس لعيبة النادي الاهلي تعرف هي المشكلة في ايه الاهلي قبل كده لما كان بيخش مباراة التالية والرابع دي كان طموحه فعلا عالي جدا انه ياخد ميداليا برونزية بس احساس اللاعبين واحساس الجهاز الفني والاضارة والجماهير اللي هو يا عم انا خدت برونزية قبل كده يعني لو مخدتاش تاني اللي هيحصل بس هو الحلو ان النادي الاهلي لابد دائما وابدا انه يدور على الافضل واقول حاجة للاهلي وجميع النادي الاهلي ولعيب النادي الاهلي والجاز الفني النادي الاهلي بس ميزعلوش يعني ومش بقفلها يعني ان شاء الله ربنا يكرم الاهلي في المستقبل بس خلاص كاسة العام الانديم بقاش سهل يعني البرونزية ديت قدام قدام هتتعد يعني هتتعد يعني اللي هياخد برونزية في كاسة عام الانديم بعد كده ده هيبقى بطل الابطال بطل الابطال بطولة فيها 32 فريق 12 فريق من اوروبا لما تكلم بطولة 2025 12 فريق من اوروبا 6 من اسيا 6 من العفوان 6 من امريكا الجنوبية فالموضوع بقى كبير فاللي يعدي دور المجموعات اصلا بيعمل انجاز فالبرونزية دي مش توصل لها بسهولة بس التاريخ هيقول ايه التاريخ هيقول ان الاهلي في رصيده اربع ميداليات في كاسة عام الانديم لما ياخد اللي جاية ان شاء الله فدول هيبقوا رقم حلو بعد كده في المستقبل الوقت ممكن ما تحسش بيه انه هو رقم مغري او ميداليا مغرية بس في المستقبل هتبقى رقم مهم جدا في تاريخ النادي الاهلي فتمنى لعيب النادي الاهلي يفكروا ده او في ده بشكل كويس جدا اتنشر فريه من اوروبا برضو طيلا احسن اتنشر فريه في اوروبا هيلاعوه في كاسة عام الانديم اللي جاية هتبقى العاملية صعبة اوي اوي يعني طيب دي حكاية نادي الاهلي النهاردة اعلن رسميا وكما كان متوقعا تماما 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 انسحابه من بطولة كأس رابطة الاندية المحترفة للعام الثاني على التواجي النادي وضح في خطابه للربطة انه السنة دي كان عنده او عنده عسبان موضوعية اللي كانت وراء الاعتذار اهم حاجة فيها تلاحهم البطولات والمباريات والفريق بدأ مشواره الموسم ده بكاس السوبة الافريقي وبعد كده الدوري الافريقي وبعد كده لقاءات مطالحة كل 72 ساعة داخل وخارج البلاد وبعده بطولة الدوري المحلي بالتزامن مع المشاركة في دوري الابطال ثم التوجه للمملكة العربية السعادية لتمسيل الكارة في كاس العام الاندية وبعد انتهاء منها يوم الجمعة اللي جاية هيتوجع الفريق مباشرة للامارات لمشاركة في كاس السوبة المصري وبعد كده هيبقى فيه تلاحهم كبير جدا فيه المباريات اصاب غالبية اللاعبين بالاجهاد البدني والزهني بالاضافة الى اصابات ضربة العديد من العناصر وقال الاهل ان هو فكر بالاستعانة ببعض فرق لعبي فريق الشباب للمشاركة في كاس الرابطة لكن اصلا هم عندهم ارتباطات فرق الشباب وفيه اصابات عديدة كمان في فرق الشباب وبالتالي صعب يلعب في كاس الرابطة وبصراحة هو صعب يلعب صعب يلعب جدا في كاس الرابطة بالمناسبة كاس الرابطة اللاعلي بس مش هياخد مليون جنيه مكافئة المشاركة فيه الدوري الممتاز هي دي العقوبة يعني وكابتان عام الحسين كان معنا في تليفون قبل كده وقال ان المشاركة في كاس الرابطة هي مشاركة اختيارية للفرق يعني اللي مش عايز يشارك براحته براحته مش ملزمة يعني براحته بس يحرم فقط من مكافئة الدوري الممتازة لها مليون جنيه هو فاجئني قبل كده الكابتر عامل حسين برضو في نفس المداخلة دية وقال لي ان حتى كاس مصر اختياري يعني اللي مش عايز شارك في كاس مصر براحته برضو الدوري بس اللي الزامي للفرق نرجع لنا مرة اخرى زماننا العزيز محلل رقم 10 محمد جمال من السعوداء يقول لنا كواليس النادي الاهلي ما بعد مباراة فلومانينزي وقبل مباراة قروة الياباني اجيب نور مرة تانية حبيبا كيمو طيب انا معرفش تتوقعين لحد فين ايه سألتين انا بس بس سألك انت كنت بتتكلمني على اللعيبة الشناوي ومعلوم لما عادوا مع اللعابين اه عادوا كان في جلسة مع اللعابين وابكدوا على انه ننسى خلاص المباراة اللي حصل حصل ما كناش موفقين ربنا ما ارادش ان احنا نوصل للفاينل الناس كلها بتتكلم يا كريم كمان غير اللعابين الناس كلها بتتكلم هنا الصحابين حتى اللي مش مصريين بتتكلموا على استحقاق الاهل الاهل بايع فورطة مهمة جدا الاهل كان يستحق لعب النهائي ده كان يبقى مفيد جدا للبطولة الاهل كان يستحق ان يكون موجود قدام ماشيستر سيتي كل الناس بتتكلم على استحقاق الاهل وده اللي مدعا للناس اكتر وده اللي مدعا للعيبة كمان وصل ده كمان للعيبة النهار ده مصر كولر علشان فيه لعيبة كتيرة المبارات الأساسية اللي نقطة لمباراتين عشان كده قلغى مرى الغد парان المران هيكون المبارات البي تيما او او among قبل المبارات بيوم اللي هو يوم الخامس ان شاء الله صغ bever ما يكون المران الأساسي لمبارات قراوا تركيز على محادرات نظرية حد بكرة ان شاء الله مش هيبه في مران لكن هيبه في محادرات نظرية لفريق قراوا صررادوا الهاردة على مبارات قراوا ومسيستر سيتي باطلعها باللعيبة الميزين وتسلموا على العنصر البدني والقوة بتاعة العنصر البدني بتاع الفريق الياباني كان أتعب جدا في الشرط الأول لكن كابتين يرتك تيكي في الشرط الثاني عشان كده المباراة ودي نتيجة طبيعية للمباراة 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 يكسب يعني مفاجأة يا جيمي مفاجأة بقولك مفاجأة كانت طب بقولك يا جيمي رأيك إيه فريق قروة قولي نظر لك الفنائية فريق منظم جدا يا كريم فريق منظم جدا تعب ومنشفة ستة الشرط الأول بكي عندهم بعض النوعش الفرقة لكن عندهم الأطراف مميزة جدا جدا الجناح الشمال والجناح اليمين مميزين جدا يا كريم فمتعبين جدا متعبين جدا على الصعيد البدني المهاجم تقيل شوية في الحركة لو كان المهاجم في الشرط الأولاني مهاجم أخافيا شوية لا لأ مركز ومختلفة تماما يا كريم طيب سامعك يا حبيب طيب الأهلي محتاج يعمل تغيرات إيه المباراة اللي جاية؟ من وجهة نظرك مش معلوماتك وجهة نظرك إحنا كنا مع بعض إحنا كنا مع بعض كريم قبل المباراة قبل المباراة فلومنينتي أترك الأهلي هيعمل تغيرة واحدة بس في وسط الملعب وقد كان الرجل بقى حتى أكرم توفي علشان يقبل الجبهة الشمال المميزة جدا بتاع الطريق فلومنينتي مظام من الشراجة هيعمل تغيرات كتير البعد بالنسباله في المباراة دي وده ودي معلومة إنه البعد هبعده بادني هو أي العيد أي العيد من القوامل الأساس بتاعه مش هيتبعده إذا كان عندي مشكلة بدنية مش يقدر يبدأ المباراة طب أقول لك أنا معلوماتي أقول لك أنا معلوماتي معلش أنا شايف إنه مارس الكورور را هيعمل من تغيرتين لتلات تغيرات في المباراة دي لحد اللاحظة كريم لحد اللاحظة هو الرجل ما تتكلمش في دانهائي خالص خالص هو جوال فلا لكن هو اتكلم مع اللعيبة النهاردة إنه المعيار بالنسباله المعيار بدنية لما يخص العناصر الأساسية لأنه في العيدة كتير بنتكلم على عشر عناصر لعب المباراتين لعب المباراتين عدد دقيق كبير فهو إذا كان الكل جاهز فالعشر عناصر هم اللي هيلعبه هم هم كريم التغيرات هتكون تقضية للحدود ممكن لعب أو اتنين وبرضه هرجع أقول لك تاني التغيرات هتكون من عناصر وسط الملعب بسبب الجهد البدن الكبير اللي بيتبذل فالراجل نركز إنه بيجد رسالة إن الكل ممكن يلعب لكن هو مش هيغير كتير ممكن لعب ممكن اتنين بالكتير وده مش هيباني لما الخميش في البي مانس وين أو المرام الأساسي للمباراة المباراة الثلاثة والرابع حاجة كمان يا كريم فضل النهاردة النهاردة كان فيه شوية حاجات تغيرات حصلت في المعتادة في كتر عنه عندها إنه التتويق في حال فوز النادي الأهلي بالبرونزية بيكون في أرض الملعب اللي عليه المباراة تأثر جيد لسه حاصل النهاردة إنه لا التتويق لو الألعب اللي هو موجود فيه مسافة جبيرة جدا ما بين الملعبين أكثر من ساعة هيمشي بسرعة جدا بعد المباراة حتى ما فيش مؤتمر صحة فهيتأمن للفريق الفائز وهيطلع على ملعب اللي عليه المباراة النهائية يكمل بقية المباراة في الملعب ومن ثم يبقى التتويق إن شاء الله الرحمن إذا أراد المولى ليه النادي الأهلي بالبرونزية يكون على ملعب مدينة الأمير عبدالله مدينة الرابية بعد نهاية المباراة مباشرة ده ترهير لسه حاصل نهاردة من ساعتين فوجب التنويه والذكر يعني إن شاء الله دي معلومة سهوني بس سهوني يا جماعيات دي معلومة مهمة جدا تمام بس أنا جمهور النادي الأهلي اللي حاضر مباراة النادي الأهلي تمام عايز أشوف النادي الأهلي وهو بياخد البرونزية هل الجمهور هيتلع هو كمان على الملعب ده هل هيبقى مسموعه يخش لا للأسف لا للأسف لا للأسف لا دي مشكلة كبيرة وفجأة مش وطيفة لحاجة التتويج النادي الأهلي آه يحتفظهم على عابقتهم وكل حاجة في الملعب اللي عليه المباراة لكن التتويج نفسه لأ هيبقى اللي حاضرين المباراة حاجة حاجة دماتي جدا بسرعة آه للأسف إحنا حاولنا أحنا هنا كباسة عالمية حاولنا نعمل ده أحيز أفجحك أن أحنا كباسة عالمية بيحاولون يجولنا استثنى بيحاولون إلينا أن إحنا نحضر التتويج يجولون إحنا استثنى إحنا نحضر التتويج لو إن شاء الرحمة المفروض نحن استرحنا ننهي نحضر من مالأة واحدة دو品 بس لكن بيحاولون إشゲ is not نحضر نحضر التتويج من أرض الملعب إذا معراض المولى عز وجل إن شاء الله المدخلة ااخد برونزية وبتكرم مش وسط جماهيلي يعني في شوات حاجة في التنظيم نازم تتزبط بصراحة بالنسبة لاتحاد الدول يعني اكيد يعني طيب نسيب النادي لقالي شوية وهنرجع له كل يوم لحد ما كسا عامل ان ده تخلص طبعا وعلى طول يعني كانت كلمة لانا هنروح من لقالي والزمالك فين يعني تحديدا نروح للزمالك ساعة الاخيرة كان فيه انباء كتير جدا عن تواصل نادي الزمالك مع رمضان الصبحي نجم فريق برامدز لمحس امكانية ضمه حال فتح القيد في يناير لكن مصدر في نادي الزمالك اكلنا في رقم عشر ان الزمالك لم يتواصل اطلاقا مع رمضان الصبحي سواء بشكل مباشر او حتى عن طريق وكلاء والزمالك حدد اولوياته في الصفقات ورمضان الصبحي خارج تلك الاولويات بسبب راتبه الكبير في برامدز وكذلك رغبة نادي برامدز في الحصول على ما لا يقل عن مية وتمانين مليون جنيه لبيع رمضان الصبحي وده بالتأكيد صعب حتى ده على حسب مسؤول نادي الزمالك صعب حتى التفكير فيه طيب دي حكاية رمضان الصبحي حكاية اخرى الايام اللي فاتت شهد التواصل بين بعض من مسؤولي نادي الزمالك ومروان حمدي اقاف القيد عن نادي الزمالك ومروان حمدي بلغ ادارة نادي الزمالك انه المصري مش هيتنازل عنه باقل من 30 مليون جنيه ونادي الزمالك مرحب بضم موروان حمدي بس مش مرحب بالمبلغ ده حتى هذه اللحظة ولكن هما وعدوه لو تم رفع اقاف القيد هيكون من اولويات الفريق وهيخشوا في مفاوضات قوية وجدية مع النادي المصري مواجم جامد جدا انا دايما بقول موروان حمدي واحد من افضل افضل اللاعبين طيب معنا عبر الهاتف الان الاستاذ عاطف الاحمدي اعلامي السعودي عايزين يسأله في اكتر من موضوع يخص اللاعبين المصريين وعروض سعودية ليهم استاذ مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا استاذ كريم ازايك اهلا بحضرتك اي طيب لك لجميع المشاهدين الكرام مشرفنا استاذ عاطف سؤالي الاول لحضرتك سمعنا وتردد انباء كثيرة في الايام القليلة الماضية عن عرض رسمي من نادي الشباب ارسل الى نادي الزمالك لضم احمد مصطفى زيزو لاعب الفريق هل هذا الحديث صحيح هو التجديد لعملية المفاوضات خلينا نتكلم بس من بداية الامر يعني تكون الامور واضحة للشارع الرياضي بشكل عام طبعا الادارة الحالية لنادي الشباب استلمت المهام الموكلة لها لقيادة الدفع الادارية في نادي الشباب بعد نهاية الفترة الصيفية يعني كانت فيه ادارة سابقة الادارة السابقة هذه نشية وجهت الادارة الحالية طبعا الادارة الحالية عندها طموحات مختلفة تماما يمكن ما كان عندها قناعة كثيرة من عناصر اللي موجودة أو ببعض العناصر اللي موجودة يمكن عرض زيزو كان موجود في فترة الصيفية لكن في ذلك الفترة ما كان يعني كنادي الزمالك ما كان كان فيه مشاكل على مستوى الادارة وما لقي الاحتمام التام في عملية المفاوضات أو حتى حتى لمستوى المبالغ فجددت الادارة الشبابية رغبتها في ضم لاعب بقيمة الكابتن زيزو لفريق الشباب الذي يحتاج بأمان على مستوى التركيبة الفنية ويحتاج لاعب بقيمة هذا اللاعب في حال انه كسب تعاقد مع هذا اللاعب أعتقد انه حيفرق فنيا وحيكون له تأثير كبير على مستوى النادي الشباب لأن الشباب عنده طموح هذا الموثن وخصصاً انه وضعه العام في ترتيب الدوري ما هو الوضع الذي يليق بنادي الشباب فعملية التكوين اللي حتيم في الفترة الشتوية هي الهدف الرئيسي لادارة الشباب حتى تعدل من وضع الفريق اللي موجود الحالي على مستوى تلم الترتيب عظيم جداً ده بالنسبة لزيزو نهاردة كمان العلام السعودي أو الصحف السعودية تحدثت عن عرض من نادي ضمق السعودي لحارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي والله نشوف محمد الشناوي من الحراس القلائل على مستوى الوطن العربي اللي امتاز بمهامة جداً مميزة نشوفنا حتى عطاه على مستوى كاس العالم للأندية بأمانة جداً جداً عطاه محمد الشناوي في فترة سابقة كان عنده في رغبة عند كثير من بعض الأندية السعودية في ضم هذا الأبرز كان واضح أنه نادي النصرة قبل التعاقد مع الحارس أسبينيا اللي وصيب تجددت هذه الفوضات بعد أصابة أسبينيا يمكن المدرب الحالي للنصرة بتاعه يكمن أو ينهي الفترة الصيفية بتواجد الحارس المحلي نوافع العقيدي وبعد كل البعد عن التعاقد مع حارس أجنبي بسبب عودة أسبينيا في الفترة الشتوية أعتقد أنه نادي ضمك قد يفكر يعني يفكر في عملية التعاقد مع الحارس الكبير كبتل محمد شناوي وأيضا من الأخبار اللي عندي ماديل إذا كانت موجودة عندكم أو غير موجودة أيضا فيه فيه أنباء عن فاوضات نادي أيضا نادي سعودي مع الكبتل محمد عوات عارس نادي الزمالك فيه مفاوضات مع نادي أيضا من الأنديل اللي تنشط في دوري روشا للمحترقين ده نادي الاتفاق لا مو نادي الاتفاق نادي الحزن نادي الحزن من الأندية اللي أبدت اهتمامها بالكبتل محمد عوات وهل تواصلوا مع نادي الزمالك أو لسه ما فيش تواصل لسه لسه هم داحين عندهم أكثر من ملف لكن كان فيه اهتمام تام بالكبتل محمد عوات وخصوصا بالكبتل محمد عوات أعتقد أنه رح يخش الفترة الحرة في شهر يناير فعندهم كل التفاصيل أغلب الأنديل اللي عندنا أخي كريم عشان تكون الأمور واضحة عندنا في نظام التعاقدات لا بد من عملية الحصول على ما يسمى بالكفاءة المالية فكثير من الأندية عندنا مؤجل عملية التفاوض حتى الحصول على الكفاءة المالية التي تسمح للنادي من عملية التعاقد أي نادي ما هيحصل على الكفاءة المالية ما هيقدر يتم أي عملية مخوضات أو أي تعاقد فكثير من الأندية قلنا ل spacedنا أخد أول شيء كفاءة المالية أطمن أن قدر اوفي جميع الاشتراكات الخاصة للكفاءة المالية بعد كذا أبدأ بعملية التفاوض لأنه تقريب انفاوضات يحتاج لعملية حسب على طول عظيم عظيم أستاذ عاطف الأحمدية الإعلامي السعودي أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذه التوضيحات أشكرك شكرا جزيلا طيب روي فتوريا مدير فن المنتخب من الوطنة يستحب معاه 27 لعبا إلى كأس الأمم الأفريقية في كودفور أشتبه فاهمين منتخب مصر قائمة لكل مباراة هي 23 لعب بس أنت يحق لك أنك يبقى عندك 27 لعب في قائمتك وتعلم قائمتك أو تبعد قائمتك اللي من 23 لعب من الـ 27 دي قبل كل مباراة بـ 24 ساعة يعني الـ 27 مش هيخش المباراة بس أنت ليك 23 يخش المباراة كل مباراة بس تبلغ بيهم قبل المباراة بـ 24 ساعة قبلها بـ 24 ساعة الكاف يتحمل مصاريف أو اللجنة المنظمة يتحمل مصاريف 23 لعب وقاموا وسفروا الكلام دا كله لكن الأربعة التانيين اتحاد كورة هو اللي هيتحمل مصاريفه ويوم 3 نال إن شاء الله منتخب مصر لازم يعلن عن قائمته الـ 27 لعب من الـ 55 هو كان بعت روي فيتوريا 55 قائمة مبدئية يختار منهم 27 هم اللي يسافروا إن شاء الله كودفوري مسلونا 27 بطل بإذن الله يرجعوا بالبطولة روي فيتوريا استقرع على ضم اتنين حراس مرمى في كاس الأمم الأفريقية القادمة محمد الشناوي ومحمد أبو جبل يتبقى إيه؟ يتبقى واحد الواحد دا هيكون مبين اتنين بعد إصابة أحمد الشناوي واحد هيكون مبين اتنين بعد إصابة أحمد الشناوي لا يغيب طبعا إصابة هتغيبه من ثلاثة لأربع سباعة وبالتالي هو مش موجود في البطولة الاتنين دول اللي يختار منهم هم حريسي نادي الزمالك محمد عواد ومحمد صبح يعني هو خد الشناوي وخد أبو جبل وهياخد عواد أو صبح لسه ما خدش قرار نهائي في هذا العمر في لقاء مهم جدا مع يجيكم بلانكسون المتحدث الإعلامي للغاني عبدالعزيز يعقوب هارض لحضراتكم دلوقتي عبدالعزيز يعقوب بيلعب في نادي وهانتري الصيني وكان على وشق يعقوب وده الانضمام للنادي الآهلي في الصيف الماضي جي مصري فعلا كان بيلعب في البرتغال في الهيقافي وكان بيلعب في مركز المهاجم جي النادي الآهلي والنادي الآهلي كان على وشق التعاقد معاه وتقال انه هو عنده إصابة كبيرة أو إصابة مزمنة أو كان عنده إصابة في الرقبة وعمل عملية وفيه فرصة كبيرة انها تتكرر الإصابة بعدما الآهلي عمل الكشف الطبي رفض التعاقد مع اللاعب الانتقل من الفريق البرتغالي لفريق الصيني وسجل عدد أهداف رائعة جدا ويتقلق الآن مع الفريق الصيني بشكل رائع رائع جدا وهنا نبدل نسأل التساؤل المهم جدا تخيل يعقوب ده لو كان جي النادي الآهلي هو مكينة أهداف لعب مهم جدا 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 والنادي الآهلي بالتأكيد خسره بالمناسبة المتحدث اللي هيتكلم معنا دلوقتي باسمه هو بيقول انه النادي الآهلي ما سابش يعقوبه بسبب الإصابة وسب يعقوبه انه النادي ريو إيفي كان عايز مبلغ كبير جدا وده السبب الحقيقي للنادي الآهلي ما تعقيتش بالسببه مع يعقوبه بعدها هنستقبل زميلتنا المميزة جدا سمر صلاح معا كلام مهم جدا خليكم معنا صباح الخير من غانا نشكركم على هذه الفرصة ونشكر كل المستمعين والمشاهدين إذا سألتني عن أداء عبد العزيز يعقوب هذا الموسم أود أن أقول أننا لسنا متفاجئين بأدائه في الصين على الإطلاق لأننا نعلم أن يعقوب لاعب رائع ومهاجم جيد جدا لذا وفقا للأرقام التي قدمها لفريق هان ثريا الصيني لسنا متفاجئين على الإطلاق يعقوب لاعب ثابت لقد كان يسجل الأهداف في كل موسم فهذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها هذه الأرقام يعقوب الذي كان يلعب في البرتغال قبل ثلاثة مواسم مضت ساهم في تأهل فريق ستوري الليبرايا من الدرجة الأولى إلى الدور الممتاز وفي غضون موسمين فقط ساهم في تأهل ناديين من الدرجة الأولى إلى الممتاز وكان هداف تلك الأندية لذلك من الطبيعي أن نرى يعقوب يصل إلى هذه الأرقام من أصل ثلاث وعشرين مباراة شارك أساسيا في سبع عشرة مباراة وسجل خمسة عشر هدفا وكان رابع أفضل مهاجم في الدور الصيني الممتاز لذلك نحن لا نتفاجأ على الإطلاق نحمد الله على أن منحنا هذه الأرقام قبل قدوم يعقوب إلى مصر الأهل كان يعرف وضع اللاعب جيدا وليس حقيقيا أن يعقوب كان مصاب وإلا لم يمنحه الأهل الموافقة للقدوم إلى مصر الأهل لم يتمكن من التوصل لاتفاق مع ريو آفيا الذي كان يتواجد به اللاعب النادي البرتغالي كان يريد 2.5 مليون دولار والأهل لم يكن مستعدا لدفع هذا المبلغ وبعد ذلك أصر على الإعارة وحاول الأهل أن يخفض العرض لذلك الأمر ليس له علاقة بالأمور الطبية أو الاختبار الطبي أو شيء من هذا القبيل فهو لاعب لائق تماما إذا ذهبت وتحققت من يعقوب في المواسم الثلاثة الماضية تجده لم يعاني من أي إصابة خطيرة ويمكنك التحقق من أرقامه الحقيقة أن اللاعب لم يفشل في الاختبار الطبي لكن الحقيقة أن الأهل لم يستطع التوصل لاتفاق مع ريو آفيا المرتغالي ذهب يعقوب بعد ذلك إلى الدور الصيني وفي الدور الثاني فقط من الموسم سجل خمسة عشر هدفا فقط في الدور فقط نحن لا نتحدث عن مسابقات الاتحاد والمسابقات الأخرى بل نتحدث عن الدور فقط تمكن يعقوب من تسجيل تسعة عشر هدفا لذلك كان على بعد أربعة أهداف فقط من جائزة الهداف لذلك يمكنك رؤية اللاعب الذي انضم إلى ناد لمدة نصف موسم فقط وتمكن من تسجيل خمسة عشر هدفا وأنت تعرف كيف يجد اللاعبون صعوبة في التكيف مع نظام جديد وبئة جديدة ودرجة حرارة مختلفة لكن يعقوب تمكن من تسجيل خمسة عشر هدفا في الدور ولم يتعرض لأي إصابة خطيرة كما تعلمون في بعض الأحيان يمكن للعبين أن يشعروا ببعض الآلام وكل ذلك لكن لا توجد إصابة بالنسبة ليعقوب حيث لعب الموسم بدون إصابة بالنسبة لما تردد حول إصابة يعقوب بإصابة مزمنة دعني أخبرك لا أعرف من أين يأتي هذا الخبر إنه لا يعاني من أي إصابة مزمنة يعقوب لعب سليم فقد تعرض لإصابة خطيرة في 2017 قبل ست سنوات في ذلك الوقت كان يلعب لفريق فيتوريا جيميراش في البرتغال تعرض لإصابة وأجرى عملية جراحية وبعد ذلك لم يتعرض لأي إصابة خطيرة مرة أخرى وفقا للسجلات التي قدمتها لك يمكنك أن تشهد بأنه لاعب لائق تماما يلعب أسبوعا بعد أسبوع لذلك لا أعرف لماذا يحاول البعض توضيح أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة ولهذا السبب لم يوقع معه الأهلي إنه لم يتعرض لأي إصابة مزمنة فهو لاعب لائق تماما واللاعب الذي تعرض لإصابة خطيرة في 2017 تمكن من تأهيل ناديين من الدرجة الأولى إلى الدور الممتاز وذهب إلى الصين ليثبت أنه مهاجم جيد أنت تعرف أن لعب كرة القدم ينتقلون من نادي لآخر هذه هي وظيفتهم التي اختاروها أما عن الأهلي فالأهلي إذا قدم عرضا جيدا لا يمكننا أن نقول نعم أو لا إلا بالاتفاق مع ريو آفي لأنه يلعب على سبيل الإعارة في الصين فهو لا يزال لاعبا في ريو إذا تمكن الأهلي من تلبية طلب النادي البرتغالي وكذلك اللاعب يمكننا بالطبع الانتقال إلى مصر ولم لا؟ لا نعرف ما الذي سيحدث في المستقبل يركز يعقوب مع فريقه في الصين حاليا ويلعب في دور أبطال آسيا وبعد انتهاء الموسم سيعود إلى ناديه الأصلي يركز يعقوب حاليا مع فريقه في الصين ويلعب في دور أبطال آسيا وبعد انتهاء الموسم سيعود إلى ناديه الأصلي في البرتغال إذا كان بإمكان الأهلي التفاوض مع ناديه ويلبي مطالب اللاعب والنادي فنعم إنه لاعب محترف نشكركم على هذه الفرصة التي أتيحت لنا مرة أخرى من معسكر يعقوب ونشكر كل مصري والشعب مصر الطيب وشكرا على إيثاحة الفرصة شكرا ونمشي الجماهرية الكبيرة في الرياضة الفترة اللي فاتت دي بدأ يظهر حاجة اسمها محللة كرة بتاعة كرة قدم يعني مش كرة طايرة بقى ولا كرة ياد لا بتاعة كرة قدم كان دايما إحنا مش متقبلين كناس بتحب الكرة فكرة إنه بنت تتكلم في الكرة يعمل بنات ما يفهموش في الكرة لأ الكرة دي الرجالة بس اللي بتفهم فيها طبعا ده كلام منفعش يتقالوا كلام مش صحيح بالمرة يعني دلوقتي بقى فيه مجموعة بنات فعلا اللي هو قالت ايه أنا هفرد نفسي بقى أنا كده كده هوريكوا إن البنت بتاعة بتتكلم في الكرة في منهم اللي تقلق ونجح وفي حبة قليلين ما تقلقوش ونجحوا كده من أكتر الناس بقى اللي تقلقوا الفترة اللي فاتت ونجحوا وبقت الناس تفرج عليهم وبقت تلفت النظر بشكل واضح جدا بقت تتكلم كرة بينكو سين زي الرجالة ومنها برضو محبش التحيز ده بس بتتكلم كرة زي الرجالة وأفضل من بعض الرجالة كمان هي سمر صلاح دفت النهار ده اللي كنا من المفترض نتقابل كتير في رقم عشرة بس البداية خيدة إن شاء الله زملتنا المميزة جدا سمر صلاح سمر من ورد دنيا وسعيد جدا بتواجدك معاك ده نورك أنا محصة جدا إن أنا معاك أنت مش تخيل طبعا على كل المرات اللي حاولنا فيها إن أنا أكون معاك بس النهار ده مختلفة يعني ده شراب كبير دينا بنا أخليك أنا محصة جدا إن أنا معاك كله تمام بداية طبعا لازم أسألك عن الأهل صح كده صح كده الأهل مبارح زعلنا كلنا وخسر من فلومانينزي بعد ما لعب مباراة حلوة أوشي وفيها فرص كتيرة جدا يمكن إحنا زعلنا من الفرص دي الفرص الضائعة في المباراة وفرصة عظيمة جدا للوصول للنهائي لأول مرة في التاريخ شفت المباراة إزاي وشفت تحديدا فرص الضائعة دي إزاي طيب عشان نكون منصفين خليني أقول إن اللي أنا حقوله ده مش هيقلل من إنجاز الأهلي خالص يعني الأهلي السنة دي الموسم اللي فات الموسم اللي خالص الأهلي يمقفل اللعبة صح ما دخلش جيمل لما خده صح فالأهلي عنده خطة واضحة ويعني السنة دي ما كانتش أفضل حاجة في الموسم الكاروي في مصر عموما باستثناء طبعا المنتخب الأولمبي بس يعني الأهلي كانت ضوء اللي كان في آخر النفق يعني الأهلي فاز بأفريقيا وعمل لمنتدى في البطولة دي اللي كانت خلاص بتبعد يعني فخلينا منصفين الأهلي عمل إنجاز الأهلي بيوصل كاس العلم للأندال للمرة التاسعة هاي الجمهور شاف إن الأهلي يستحق مركز أحسن من البرونزي وحق مشروعة يعني أحلام مشروعة وأحلام فعلا تستحق يعني أن الناس تتوقع اللي حصل مبارح أو اللي حصل مع الأهلي من كتير الأهلي في مطش اتحاد جدة قدم أداء ولا أروع بيوصلوا للمرمة فرص ضاعة كتير ودي بقى مشكلة الأهلي من الموسم اللي فات كم إهدار للفرص مش طبيعي قدام المرمة طيب هل إحنا بقى لقينا حلول من السنة اللي فاتت أنا شفت إن اللي حصل مبارح ده نتيجة لغلطة في التخطيط من الأول عارف إحنا بنحاول نوصل للدور العشرين بس إحنا أصلا طالعين ما بنغلط رابا عليك حلو المسل ده أول أو بالضبط يعني بالضبط الطريق غلط يعني أنت ممكن تكون ماشي صح بس إنت راح لمكان غلط فأنا بقى لي سنة بحاول أجيب مهاجم جبت مودست اللي بعيد تماما عن الأهلي رجعت صلاح محسن يعني سامحني على التشبيه بس صلاح محسن عامل زي اللي قاعد في لجنة متحانة ديت الورقة ماليها شغبطة وقررت تديره فرصة تانية وتديره ورقة فضية شغبط فيها تانية يعني أنا يعني مش قادرة أفهم يعني قد يكون إن دي آخر فرصة تيجي لصلاح محسن في الليفل ده صح ما استغلتهاش مش هتجيلك تاني صح هيبقى بقى مع احترامي الكامل اللي باقي الأندية بس مش هيبقى لفل الأهلي الزمالي كبرامل زي فيوتشر لا أنت هتلعب بقى يعني أنا مع احترامي أندية في الوسط الجد بالضبط يعني اللي هي من المركز الرابع للأخير يعني وهيبقى قرار عادل جدا يعني أنت مقدمتش مردود قوي خليك تستحق الفرصة اللي أنت خدتها حل اللي حصل مبارح ده كان نتيجة الفرص بقى الضيعة دي أيوة كلمين عنها شوية بقى أو يعني كم استفزاز بقى مش طبيعي يعني أنا مع احترامي الكامل لتاريخ حسين الشحات أنا شفت مبارح أنه عايز يعمل إنجاز فردي ده كان مرفوض تماما يعني مرفوض وأعتقد أنه ده من ضمن الكومنتات اللي ممكن يكون الهالو كولر أنت بتحاول تعمل إنجاز للنادي وبالعكس كانت هتيجي يعني لكن الرخامة بقى في مطش مبارح أن الفرقة دي كانت سهلة جدا أنك تكسبها يعني أنا شايفها أنت لسهلت المطش على نفسها الفرقة من نفسها مسهلة بس أنت كنت بخلي الفرقة دي بتقتلها كل النقاط القوى اللي عندها فخليت المباراة وكأنها سهلة ما أنت عديت بالأصعب أنت كسبت اتحاد جدا وعملت المباراة خليت الناس كلها تتكلم عليها احتفلت بدري ممكن تكون دي غلطة من الغلطات الاستهتار بقى بالمنافس اللي جاي حسيت إن أنا أقوى بس هم خدعوا الأهلي يعني هم خدعوا لعبة الأهلي في الشرط الأول استنزفوا طاقتهم تماما وخلصنا على الأهلي في الشرط الأول فنزلوا الشرط التاني الأهلي يحس إنه أفضل مزوك احنا جمنا لك الحالات اللي انت مجاهزها يعني مثلا الكرة دي كل العدد ده مفيش حد يخلص يعني كل العدد ده مفيش حد يترجم الفرص دي الأهداف مش هتلاقي تعال بقى عند ضربة الجزائل هذه الكرة دي الهجمة المرتدة بالزبط انت رايح بعدد معقول كدا وتعرف تتعامل مع الكرة دي بشكل كويس جدا هم طول المباراة خاصة في الشرط التاني هم نجحوا إنهم يغلطوا لعبة الأهلي هم دايما بيلعبوا على إن اللعبة دي تتحرك كلها في مكان واحد فلعبت الأهلي كمان تتحرك معاهم يتمركزوا في مكان واحد وفيه جابها فضل يعني اللي أنا توقعته في الأول لما شفت أكرم توفيق نازل في البداية رقم 8 قلت بس ده كولر درس الفرقة دي صح مزبوط يعني كولر حطت أكرم توفيق هنا واحدة واحدة على الحالات بقى شطاف تتكلم عنه واحدة واحدة ولينا بقى اللي بيحصل هنا ايه زحمة يعني اللي بيحصل زحمة مين بقى بيعدي انفراضات كرة انت والجون سدد سدد وزي ما تيجي سدد أو بص الناحية التانية شوف مين ليها شوف مين هناك ارفع عني مفيش كل يعني أنا مش فاهمة مبارح كان كهرباء مثلا بص على الجون قبل ما تشوت يعني بص على الكرة ديات برضو زحمة دربكة محدش عارف يشوت فين محدش عارف يسدد كان فيه خوف كده وتوتر ومش طبيعي من لعبة الأهلي مبارح رغم انت فعلا عديت بالأصعب يعني خلينا نروح بقى لضربة الجزاء اللي اتحسبت على بيرسي تاو هاتوا ضربة الجزاء اللي اتحسبت على بيرسي تاو بتاعت مارسيلو اه نتخطى دول بقى هتوقع على طوله قبل ما تيجي قولنا على طول زبطوها وقولنا طيب انت مبارح شوفت انه الأهلي ما تعملش دفاعين بشكل كويس شوفت ان الأهلي ضيع الفوس في الشوت الأول شوفتين ضيع يعني أوه دي ضربة الجزاء بص بقى الغلطة يعني هو نجح في انه يغلط لعبت الأهلي في دي هو واخد الفرقة كلها وكام لعب من الأهلي واخد الفرقة كلها ورفع الكرة هناك في المكان اللي فيه بيرسي تاو هي ضربة الجزاء صح احنا مختلفناش على ده شوفت نجح انه يغلطه يعني ودي بقى كانت نقطة التحول في المطش قبل المطش انت هتدخل يعني لو مش تتفرج على المطش من أوله انت هتتوقع أن الأهلي في أي لحظة هيخطف صح عارف يا سامر الكرة دي مثلا حاول فريق فلومانينزي يعملها الشوت الأول كله ناو بيعمل كده انه يكسف في منطقة معينة ويلم اللعيب النادي الأهلي ناحيته ويدي الناحية التانية في الفاضي معرفش يعملها خالص الشوت الأول والشوت التاني في لحظة غفلة عشان دي مثلا يعني ايه كواحد خد محمد هاني ودخل به الجوة فبيرس تاو تفاجأ أنه المفروض يجري وراء مرسله هو التفاوت في أداء محمد هاني من مباراة تانية عجيب يعني في مباراة التحق جدا كان من أفضل اللعيبة اللي كانت في المطش ده مبارح محمد هاني غريب يعني ينفعله من كبار الفرقة الشوت الأول كان كويس الشوت الثاني وقع هو باقي اللعب معظم العائلة الأهلي وقعت في الشوت الثانية رغم أن أنا شايفة أن الفرق في اللياقة مش كبير يعني كان من قبل المطش كانت الناس كلها بتتكلم عن أنه معدل الأعمار أكتر من 30 سنة لا ما هو معدل أعمار لعبة الأهلي ما بين 29 و30 يعني أنا كنت شايفة أنه فرق السن مش يعني مش بعيد قوي وفرق اللياقة كمان مش بعيد قوي يعني أنا شايفة اللعيبة لا يا جماعة أوزانها عادي يعني أوزانها مش اللعيبة مش فت قوي بالعكس أن كنت شايفة اللياقة لعبة الأهلي أفضل بس بإقداره يخلصه بإقداره يغلطه لعبة الأهلي يعني دي بقى كانت نقطة التحول بتاعة المطش قبل اللحظة دي كان الأهلي يقدر ينهي في أي لحظة أنت هنا غلطت بيرسيتاو هو أصلاً إيه اللي جاب بيرسيتاو هنا يعني أنت قدرت تغلطه وقدرت تجمع لعبة كلها في الجزء ده ولو ما كنتش غلطت بيرسيتاو هنا كنت هتقدر تنجح في أن أنت تغلط حد تاني من الوراء وبرلو كانت هتيجي ضرب الجزاء يعني مفروض بقى أنه قبل المطش إحنا متضربين على كل السيناريوهات الكورة على ضربة الجزاء هي صعبة بس هو إحنا المفروض قبل المطش متضربين على كل حاجة بس لا معلاش قصدي ضرب الجزاء وأنا شايف أن الشناوي كمان عمل تراي فيها حلوة قوي هو مواصل ضرب الجزاء دي إيه أنا كحاليس مرمأ بعمل المكسيم بالنسبالي وحاول هو عمل التراي على الآخر بس هي تشاطة حلوة قوي برد طب عشان أكون منصفة هو الوحيد اللي لا يسأل عن أي حاجة في البطولة دي صح يعني أكتر حد الشناوي هو اللي على بتاعتنا بقى في الأني وفي المنتخب بس هقولك حاجة سامر ساعد كمان جمهور النادي الأهلي أو حتى جمهور منتخب مصر بيتمع اللي هو الشناوي عشان جامد فاندرش مفوض يخش في جوال بالضبط ونيوه بتحصلش مفوض يخش في جوال أي حالس في العالم هيخش في جوال أفضل حراس للعالم فالمهم بس بتبقاش أخطاء واضحة طيب عايز أديك في سكة تانية خالص منتخب مصر قائمة إن شاء الله بيتوريا هيعلنها يوم تلاتة يناير فيها 27 لعب في لعيبة احنا عارفين هي قوام الأساسي للمنتخب وممكن أقولك دلاتي مثلا من 27 دول على الأقل 24 لعب بس في لعيبة في الدور المصري لفتت الأنظار الفترة اللي فاتت ووارد جدا ان احنا ممكن نشوف مفاجآت في قائمة منتخب مصر بأسماء معينة مين لعيبة لفتوا نظرك في الدور المصري خلال الفترة اللي فاتت وتقولي ممكن يخش منتخب مصر من أكتر اللعيبة اللي من أول مباراة ليهم في الدوري السنة دي حسام أشرف بلدية المحلة حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة كنت بتابع الموضش ده في الملعب بلدية المحلة والمولي العرب لا لعيب مميز جدا يعني أنا بعتبره وقدر أسميه إنه اللعيب المتمكن مهاجم متكامل مهاجم ما فيهوش غلط قوليلي مكتوب بقى بص هو بيسجل بكل الطرق سجل ستة أهداف الموسم ده اتنين براسه اتنين برجله اليمين اتنين برجله الشمال فهو ما فيش طريقة بيسجلش بيهو ما فيش مهاجم بيعمل كده بالزبط لا هو هو يعني هو شاطر بيسجل أكتر من المتوقع يعني أنت ممكن يعني هو جاله خمس فرص محققة سجل منهم أربعة بنسبة الأهداف الفعلية اللي هو سجلها السنة دي لا أكتر بكتير من المتوقع يعني جاله خمس فرص سجل منها أربعة تمنين في المية تقريبا مقارنة بقى بمابولولو اللي هو كان هدف الدوري الموسم اللي فات لا حسام أشرف أفضل يعني حسام السنة هما ست أهداف يعني بنفس الليفل بتاع مابولولو بس بتمريرات أقل لا واحدة واحدة يا شباب يعني واحدة ارجع على الأرقام تاني عشان نشوف الأرقام اللي كانت مكتوبة لبقية دي هما مستعجيين عايزين يجيب ده كان هدفه في الاتحاء تسديداته على مرمى الخصم 65 لا عشر تسديدات عشر أنا مش شايفة كويسة عشر تسديدات سجل ستة منهم بدقة بلغة 84% سهم سبع أهداف هو أكتر لعيب على فكرة في اللولي أكتر مهاجم صريح صنع أهداف لفرقته ممتاز يعني صنع تسع فرص يعني تسجل منهم سبع تقريبا من التسعة دول فده برضو معدل كويس يالله هتونا اللقطات الحلوة ليه اللي كنت لسه جايبينة دلوقتي ده لسه أركام تانية آه داخل منطقة الجزاء هو مسجل ستة أهداف من جوا منطقة الجزاء فهو بيبقى قتير جدا مجرد ما يدخل المنطقة دي ممتاز اللمس الكرة في منطقة الخصم 19 مرة مقابل دي المقارنة بقى مع مابولولو اللي هو مقابل 38 مرة مابولولو يعني بيحتاج عدد لمسات أقل عشان يسجل الفرص آه يعني هنت شايفة كمان ان هو أفضل من المابولولو جد أنا شايفة كمان ان هو فرصه أحسن السنادي ان هو يعني غير ان انا هنحيز طبعا للعب المصري عشان انا نفسي ينضم للمنتخب وشايفة ان هو يستحق طبعا ده كان أول هدف ده الهدف لنك تبكلمك عنه في المقابلين العرب أول هدف أول مطش البلدية المحلة الموسم ده هاي ده هدف برجل الشمال او هدف برجل الشمال عشان جبت دي جاب بكل الطرق جاب بكل الطرق هو ستة أهداف اتنين اتنين بالهد واتنين برجلهم يمين واتنين بالشمال ده في زد لا وتحركاته كمان ممتازة ممتازة ده برجلهم يمين في زد وده في الاتحاد ممتاز جريء وبتحرك حلو جدا وراء المدفعين وبيعرف يختارق وبيعرف بسرعة بينقل الكرة بسرعة بيحتاج يلمس الكرة عدد مرات أقل يعني يعني في لو لو جات له زي ما كنت بقولك كده جات له خمس فرص سجل منهم أربعة فالأهداف ما بيضعش فرص محقاقة يعني وصغير كمان موليد ألفين واثنين تقريبا فحسوم أشرف من العيبة المميزة جدا أنا شايف أنه أستحق جدا الانضمام للمنتخب والعيبة المفيد جدا وفيتوريا من المدربين اللي يحبوا يشوفوا العيبة صغيرة هو نفسه بيقولها لنا عايز أنزل من معدل العمار فده يبقى فرصة عظيمة كمان أنك تنزل من معدل العمار من تاني من تاني زيكو زيكو زد زيكو جوكر بالنسبة لكابتن مجدي عبدالعاطي يعني هوا مع كابتن مجدي عبدالعاطي بيلعب في مركزين أحيانا بيلعب جناح جنب أحمد عاطف قطة تحت شادي حسين وأحيانا بيلعب بمهاجم تاني جنب شادي حسين ممتاز برضو جايب ست أهداف بس منهم ضربات جزاء لمس الكرة 399 مرة سدت 25 تزديدة بينهم 12 بين الثلاث خشبين هيل زيكو برضو تحركاته سريعة زيكو السنة اللي فاتت الموسم اللي فات من أكتر اللعيبة اللي خادت رجل المباراة مع نادي حرس الحدود يعني رغم هبوط نادي حرس الحدود بس هو كان من اللعيبة المميزة جدا وهو السنة دي هو نجم زد الأول بكل وضوح فيه لعيبة والله مميزة كتير في الدور يعني أنا مبسوطة باللعيبة المصرية ممتاز دعني عاجبني أول أنت كمان بتحط الدق عليهم يعني أنا مبسوطة جدا فيه أكتر كمان والله من لعب في زد يعني أنا شايف أن شادي حسين مستوى اختلف جدا في زد علي لطفي طبعا أحمد عاطف قطل هو لعب المتخب الأولمبي ممتاز لا لا فيه لعبة هيلة كتير السنة دي في الدور طيب نشوف ده هدف زيكو في مطش بلدية المحلة برضو سريع يعني زيكو بيتحرك بسرعة جدا وبيقدر بيقدر يستغل الفرص يعني ده بقى اللي كنا بنتكلم فيه من شوية على الأهلي إنه بيقدر ترجم الفرص لأهداف هيل جات له الفرصة ما بيضيعهاش الفعالية بتاعته ممتازة يعني ده كان من أفضل مطشاط الموسم ده يعني لو بص استغل الغلطة يعني كان ممكن بسهولة على يعني هي بغض النظر عن غلطة حرس المرمى يعني بس اللي هو كان وقف له صح هو كان مركز جدا واستغل لها والمناسبة هو لعيب كوي واللعيبة المهرية دايما بتبقى شاقوية يعني اللي هو بيستني الكرة أتجيل وهو كمال من اللعيبة دايما بشكل كويس جدا طيب مين تاني؟ يوسري وحيد يوسري وحيد طلع الجيش طلع الجيش اللي هو معار من الترسانة رفع عليك جدا ده أنا عايز أقولك بقى أنه يوسري كان من السنة كان الموسم اللي فات مع الترسانة كان من اللعيبة المرشحة أنه تنضم للزمالك ولوله لأزمة القيد وكان هيبقى معاه هومي دي برضو من الحاجات اللي اسم بسمعة طيبا لأول مرة هو كان على رادار الزمالك من الموسم اللي فات يعني بس هو بصراحة يستحق يعني هو أول هدف في الدوري أول هدف في الدوري الموسم ده كان يوسري وحيد كان ماتش طلع الجيش والبنك الأهلي مميز فيه بقى مميز في أنه بيعرف يسجل وبيعرف يصنع فرص يعني هو سجل هدف واحد بس بيعرف يصنع فرص بيعرف يسدد والتمريرات الطولية ومعظمها صح يعني غلطاته في التمريرات بتبقى ليلة قوي يعني بيمسك كرة كتير يعني بيعرف ياخد الكرة كتير من المنافس وشعب جدا الكرة تتقطع من من الحاجات اللي هو مميز فيها جدا يعني برضو تحركاته مزبوطة تحركاته مع حسوبة بيبص على الجن قبل ما يشوت يعني كل اللي أنا شايفاه شايفاه مميزين فيه أن هم فعلا الأزمة اللي إحنا عندنا في الخط ده في المنتخب في الهجوم فأنا عندي حلول مصرية ولعيبة عندها استعداد وهيبقى طبعا يعني أنا أنا اللي كان عجبني في المنتخب من أيام كيروش أنه بدأ ياخد لعيبة برأ الأهلي والزمالك بدأ يطلع برأ نطاق لعبة الأهلي والزمالك وبرامز اللي هم أعلى سكواد في أفريق شايف بيطوريا بس أخذ برضو محمود حمادة من فاركو كتير أخذ محمود حمادة من فاركو أخذ عمر كمان من فيوتشر دي لقطات اليسري دي لقطات ده أول هدف في الدور كان أنت مرة مع كابتن عبد الحميد بسوني بيقولي لعب ممتاز ممتاز هو مركز في الكورة يعني عارف اللعيبة اللي هي بتبقى مركزة في الكورة قوي وعندها هدف يعني في أول مباراة في الدوري في أول ظهور ليه في الدوري الممتاز سجل هدف وخذ رجل المباراة يعني أنا برضو شايفة أنه هو من اللعيبة المميزة وأعتقد هتسمع الاسم ده كتير ويعني هتشوفه أن ده كبير ممتاز زيت كده والتنية حسوم أشرف وزيكو ويوسري واحد مين تاني عندك تاني؟ عندي تاني عندي اتنين تاني يعني عندي صراحات تاني كنت قبل الفاصل كنت بتتكلم على أزمة حراسة المرمو طبعا عندك الشنوي مصاب أحمد الشنوي عندك أحمد الشنوي مصاب ومحمد صبحي طبعا بعيد عن المشاركة عشان الإيقاف ويعني هو المفاضلة هتبقى بين محمد عود وأبو جبل صح محمد بسام ماله من اللعيبة الأوليلة جدا يعني هو أعتقد يعني هو اللعب الوحيد اللي برى الأهلي والزمالك اللي كان بيحتفل مؤخرا بأنه 100 كينشت 85 مرة مع نادي طلاقع الجيش و15 مرة مع نادي سروميكا ممتاز من اللعيبة الأوليلة جدا اللي ساعدت فرقها برى الأهلي والزمالك إنها تفوز ببطلقات صح يعني لو تتذكر كده السوبر المصري من كم سنة قدام الأهلي محمد بسام صح يعني رجل المباراة الأول صح أنا كنت بحل المباراة المصري وسروميكا في نهاية كاس الرابطة مفيش كرة بتعدي عند محمد بسام يعني محمد بسام فعلا من اللعيبة اللي أنا شايفة أنها لأ تستحق ده وإن كانت اتأخرت دايما بنسمع مفاوضات الأهلي ومفاوضات الزمالك هو مش شاغل باله يعني أنا محمد بسام الموسم ده هو لعب 9 مطشاط مع نادي سروميكا منهم 3 مطشاط هو طالع بشبك وده رقم معقول جدا لو أعتقد أنه هو بيلاع برضه في نادي سروميكا البطرة مش بيلاع في أهلي وزمالك بسضبط يعني لا هو النهائي كاس الرابطة هو سبب كبير جدا من فوز نادي سروميكا طبعا طبعا مع كامل الاحترام للفرقة كلها والكابتن أيمن الرمادي بس هو فعلا كانت من أكتر الأسباب اللي وصلت نادي سروميكا للفوز بالبطولة دي هو فعلا حرم المصري من كم فرص في اليوم ده هتقول لي بعدها دي احنا اللي كلمنا عنه أنه هو وصل لمية كتين شيت بعيدة عن الأهلي والزمال هو عد هو دلوقتي مية واثنين يعني هايل هتقول لي بعده الحالات هي بقى التصدير دي مبارات الأهلي لا دي مش الأهلي لا دي الأهلي دي الأهلي دي الأهلي يعني وبمركز يعني بيتابع يعني فيه حرص مرمى كتير أنا بشوفهم بيبقى معتمد أن المدفع اللي قدامه هيساعده ودايما محمد بسام عنده حلول بعدين دايما ثابت يعني بس ما تلاقيش أنه بقى له كتير ما لعبش في فريق جماهيري وبالتالي لما يلعب مع منتخم مصر ضغط جماهيري وبتاع ممكن عنده مشكلة هو رزق بس ممكن ما يكونش عنده مشكلة يعني فيه لعيبة وأعتقد أنها بتفصل يعني أنا كنت مرة بسمع لعب كده مش مصري بيقولك أنا بنزل الملعب ما بسمعش قفل وداني ما بسمعش حد ما بسمعش الجمهور يقول المداري أنا مش سامع أنا عارف اللي أنا المفروض أعمله وقبل المطش فأنا مش سامع حاجة مين اللعب الخمس؟ ده فيتوريا عيف راح بيك أول نهار ده مين؟ أحمد أمينوف أحمد أمينوف آه ده أنا شاري يعني كابتن تأمل مصطفى قعد اكتشافه يعني هو لعيب هايل وكابتن تأمل مصطفى قعد اكتشافه يعني أه واجم هايل آه سجل ثلاث أهداف وصنع هدف واحد آه برضو بس تزدياتهم مميزة قوي يعني وبيسدد من بره من بره الثمنتاشر ممتاز يعني أنا كنت بكلمك في البداية عن حسام أشرف حسام أشرف مميز جوه الصندوق جوه الصندوق الست أهداف جوه الثمنتاشر لأ وفيشوت من بره ممتاز أهداف من اللعيبة اللي عليهم خناقات ما بين الأهلي والزمالك هيروح الأهلي هيروح الزمالك شخص هو يارف السن كمان آه لا ويعني هو برضو بيلمس الكرة كتير وبيقدر يتحرك بها كتير وصعب تطقطع منه 22 مرة داخل منطقة الجزاء واخد 17 فاول يعني بيعرف يغلط المنافز 17 فاول وضرب الجزاء يعني فأنا شايفاه يستحق برضو يعني وضعنا بنا لعيبة مميزة كتير هايل هتوننا اللقطات يا جماعة عشانا بس عمال أحفظ الخمس أسماء عشان بعد كده لما يتاخدوا المنتخب هقولهم لك أفكرك بيهم آه لما يتاخدوا المنتخب هنجيب صامر تاني نقول إن نديها جايزة هايل ده كان في الزمالك في مطش الزمالك هو جاب هدف سجل هدف وصنع التاني هايل يعني هو عمل أسست بتاع الجون التاني هايل لعنهم مهاجم ممتاز آه عندك حلول للهجومة هو في كل فرق المصرية يعني جولة سجيعة كده المركز الوحيد اللي شايفة إنه اختيارات فيتوريا مش محتاجة تعديل الدفاع يعني إحنا عندنا في الدفاع يعني في المنتخب زحمة في المركز ده وكلها لعيبا مهاجم وصنع الملعب مليان آه بس لثنا يعني بس يمكن التبديل أو الاضطرار يعني إنه طارق حامد هيكون مكانهم يمكن مهند لشين مش عارفة بس ممكن محتمائي أعتقد في وقت حمدي فاتح محمد إنه ممكن يلعب في وحد فيهم ستة أصلا ممكن يحتاج حد تالت يعني بس موارد آه حدنا سبعة وشرين حدنا سبعة وشرين تشعب بتعايي سترويك في الأول بس أولت عيسيبه للآخر خالص وإنت اللي خلاك تفكر يا أصلا تتكالي بي في الكورة آآ لا بيحب الكورة قوي عارفة لي واسلك السؤال ده عشان الوقت مبسوط جدا وأظن السادة المشاهدين مبسوطين جدا فلازم يعرفوا الموضوع جيد إزاي يعني بسر الموضوع من الأول خالص كان اهتمام يعني بالكورة أنا كنت زمان أول موضشة حضرته في حياتي كان مولين عرب وبلدية المحلة سنة 95 في نهاية الكيس فإيه ده 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 في لعبة حلوة هي ده جمهور يعني ولأ الموضوع كان ممتع قوي فبدأت بقى لا أحب بالكورة بقى وأتعلق بالموضشة حد في أشرتك قال لك ليه تفكر لا خالص بالعكس أنا بابا كان بيشجع جدا فكرة إن أنا قاعدة بتناقش معاه في الكورة وعمري عمره ما حسسني يعني إن الكورة دي حاجة للولاد بس الولاد تتكلم فيها يعني وبيساعدك في قصة التحليل دي وبيدعمك فيها آه آه وبنروح ماتشاط مع بعض بجد والله آه طبعا كنا بنروح ماتشاط مع بعض سلام كبير لبابا هم أصلا بيتفاجأ سلام كبير جدا والله سمان انت شرفت ونورت ربنا خليك بجد والله العظيم واري عمر سروت ومعهم كثير من الكواليس المهمة حليكم معنا موسيقى أقوم ب跳رام النقاية موسيقى وموسيقى موسيقى موسيقى نحن نحن نتكلم موسيقى 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 تحديثاً بشيئ. بلدنا انه لا أمسيك بناد صديقات و ما يبدأ بجلاد ولكن سيكون لتفاعله جدا و فيمكن موراقمة هذه هي مؤقتات جزائية التي يجب أن نتشرف أنه نظام لكن إن شاء الله سنكونن لأننا سوف نظامنا سنذها و إن شاء الله ننتزعي ثلاث مقادرین إن شاء الله على علاقation قصر حلوات مورونا لدينا بعض الأيام لكننا نريد كتيرا أننا نريد صادقات سنوات وَسَلَاً للمشاكلات وفرقاتي هناك بعض المشاكلات في حالة الشباب لكننا نعملًا للمشاكلات الكثير من المشاكل وإن شاء الله لنا نعيبه باستكمة وإن شاء الله يمكننا أن نحق بك في مراتك أولاً نحن سهلاً بيكو برحب بيكو طوان الثاني حاجة نستعدنا بشكل كويس كوتشي ريكاردو تتكلم معانا إن الماتش ده بالنسباننا يعني عشان توصل وتعدي المرحلة دي لازم تكسب اللي هو حامل اللقب فإنا بالنسباننا الماتش كبير ماتشي احنا نحب ننعب الماتشات اللي هي كبيرة وعلى ملعبنا فإنا شايفين إن شاء الله قادرين إن إحنا نصعد من الماتش ده مش هنستنى البعدي كده ماتشة احنا عفين إن هو ماتش صعب مسته بس إحنا عندنا ثقة في اللعيبة وفي الجهاز إن إحنا إن شاء الله بإذن الله نقدر نصعد في ملعبنا أنا الحمد لله يعني أنا شد بس وسيط الحمد لله في العضلة الخلفية إنما إحنا الحمد لله استعدنا بشكل كويس إحنا عارفين إن إحنا نقابل ماتش صعب بس إحنا عندنا ثقة في ربنا أولاً ثم في الجهاز في اللعيبة إن إحنا قادرين إن إحنا نصعد من الماتش هنا عندنا على أرضنا دايماً الفرق اللي هي كبيرة اللي هي عايزة تكمل وتوصل لمكان يعني أكبر قدر مثلاً من في الطريق في المشوار إن هي تكمل لازم تكسب الماتشات اللي هي كبيرة دي هي الماتشات الكبيرة دي اللي بتدي بتدي يعني حافز للعيبة إن هي تقدر توصل لأكبر لأكبر قدر ممكن من المشوار يعني تخلص من دلوقتي إحنا عارفين إن ماتش صعب بس لازم لازم عشان توصل وتصعد لازم تكسب على ملعب المهمة جداً إن إحنا نحافظ على تصنيفنا وإحنا عارفين إن إحنا قدام مباراة مهمة جداً قدام فريق كبير جداً لعيبة مهمين عشان كده هنبزل كل المجهودات اللي تخلينا نقدر نحافظ على التصنيف اللي إحنا فيه ونكسب بكرة التلاتة أو التلاتة نقاط أنا وزملائي نستعدوا جيدة المباراة تحضرنا جيداً ارتحنا الحمد لله مباراة الغد صعبة إن شاء الله هنجاين إحنا بشنا نضمنوا التأهل إن شاء الله من هنا إن شاء الله ونقودوا في صدرات المجموعة الروح المنعوية مرتفعة إحنا تجور مع أنا متصدرين المجموعة دونك الروح المجموعة رأي مليحة وإن شاء الله أنا واجدي إن شاء الله أنا مرتاحين الحمد لله مباراة راح تكون صعبة لأن في الذهاب كانت صعبة وغاداً في الإياب في علامة لعبهم كانوا مستحاولين على الوسطى بعدها تسجينا الهدف يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى أصدقائي وحبايب الأعزاء أحمد هواري وعمري سروة ضيوف في هذه الفقرة هواري من أور الدنيا كالعي ده نورك يا كريم دايماً بسطنا معاك وأول بقى مرة مع عمر سعيد جداً يعني معنا عمر من أور الدنيا كالعي أكيم ومسايا الفل وأجير مبسوطة أكون معاك وما أحمد طبعاً أول مبناط هل أنتو الاتنين بتعلقوا على بعض في الشياكة؟ لا لا ده نجمي هتعلقوا على بعض في الكواليز ده إن شاء الله بإذن الله أبدأ بك يا عمر عشان بما أن نادي الأهلي مازال في السعودية وينافس في كأس العالم الأندية على المركز الثالث والبرونزية أريد أن أعرف منك ما حدث بعد مباراة الأهلي وفلومنجزي؟ بص هي كانت ليلة صعبة جداً على البعصة أحسنتَ محكة عالية أو أنت حتوصل فينال كانتش حد متوقع على السيناريو ده خالص بس دايماً نادي الأهلي أو لعبة الأهلي أو الجهاز الفني في الأهلي يعني تعودوا دايماً أنه زي ما أنت بعد المكسب بتقدم أن تقفل خلاص الصفحة وأتفكر في اللجاي نفس القصة في الخسارة الموضوع ما خادش أكثر من الليلة اللي هي بتاعة فلومنسي تاني يوم كله كان خلاص بقى بدأت التفكيز عشان خاطر ان انت عندك طريقة او عندك هدف اللي هو المدالية البنونزية كان فيه جلسات كثيرة جدا انت عملت يعني على مدارة 20 ساعة اللي فاتت من الطبيب اللي هو احمد ابو الوفا اللي هو طبيب الفريق النفسي مع اللعيبة ومع الجهاز الفني وحضر جزء من محاضرة كلها مع اللعيبة تجديد بقى الدوافع وان انت خلاص تقف الملف بتاع ماتش في المنسي وتبكز بقى في اللي جاي ماتش مهم جدا يوم الجمعة بحيث انت بتقضي على اقل المدالية البنونزية صح انا بقى انا مثلا بتاع شهرين بنتلع مع بعض اخر شهرين تحديدا يعني هنتلع مع بعض من زمالك اخر شهرين تحديدا بسألك اول سؤال عن فتوح طبعا فانا مش هواية للعدد ده الفهرس صحيح ده الفهرس مرافو عليك فتوح هجدد ولا مش هجدد طيب حتى السؤال لفس الصيغة انا كنت قلتلك قبل كده ان الموضوع ما تقفلش في الزمالك بنسبة 100% تدخل احد الوسطاء بالمناسبة هو شخص لم يتولى قبل كده اي منصب في نادي الزمالك يعني مش الاسماء اللي بتتقال في وسائل اعمش الاسماء مدوح عباس مش الاسماء مدوح عباس ولا استاذ عمر الجنائي شخص ثالث احد محبين نادي الزمالك حاول ان هو يقرب وجهة النظر ما بين فتوح وما بين ادارة نادي الزمالك وبالفعل يعني وصل لاتفاق مبدأي كده مع فتوح ان فتوح يستمر في نادي الزمالك الرغبة في ايه كريم؟ الرغبة في ان الزمالك عايز يحسب الملف ده خلال الاسبوعين الجايين لان فتوح هينضم المعسكر منتخب مصر في كأس الأولم الأفريقية في توريا هيدمه وبالتالي اللاعب مش موجود معاك شهر يناير كله انت لو سبت فتوح يسافر ومجددش مع الزمالك وانت كده خلاص شكرا فتوح ملفه انتهى مع نادي الزمالك وبالتالي الناس اللي دخلين في الموضوع الوسطاء بيحاولوا بكل الطرق ان هما يخلصوا الملف ده خلال الاسبوعين الجايين يعني انت بتقول لي خلال الاسبوعين فتوح يجدد للزمالك بشكل كبير جدا ممكن الملف يتحسم لان هما في الزمالك عايزين يخلصوا الملف ده قبل شهر يناير قبل فتوح تحديدا ما يسافر مع منتخب مصر فيه يعني اقتراب كده فوجات النظر حصل اه ده ده حصل وفي اكتر من ملف كمان الوسط ده بيحاول يخلص على رأسون طبعا ملف فتوح لان فتوح فيه ناس جوا مجلس القدارة رافدين ده يعني رافدين فكرة التجديد لا خلاص الموقف مع اللعبة اتقفل يا جماعة والناس تمر لكن الوسط ده على تواصل مباشر مع كابتن حسين لبيب وهم الاتنين اللي بيديروا ملف تجديد احمد فتوح وربما يعني خلال الاسبوعين ده ممكن يكون فيه الفراجة بشكل رسمي يعني ممتاز طيب بالنسبة للنادي الاهلي في كاس عامل عند ده اول مباراتين كوكا بدأ المباراة الاولى واكرم توفيق بدأ المباراة التانية ودي كانت التغييرات بس اللي في التشكيل هل ممكن يكون فيه تغييرات اكبر في التشكيلة في المباراة جاية قدام قراف في مباراة المركز التالي التغييراتها كميما هتبقى على حسب الحل البدنية يعني انت لعبت مطشين في حوالي ثلاثين فالمجهود البدني بقى ممكن ما يساعدكش ان انت نفس اللعيبة او تحافظ على نفس التشكيل او التوليفة فيه ممكن لعيبة تدخل زي طهف ممكن زي كبين فؤاد دول اللي ممكن العناصر اللي ممكن يتم اضافتها على الجائزة قالي ديانجي ما يخشش ممكن ديانجي طبعا ممكن الصلاقي يعني هوا دي العناصر اللي ممكن يبقى فيها لعبة في التشكيل بالنسبة لل ربيعة لا ياسف طبعا المطش العظيم اللي عمل المطش اللي فات بس هوا ممكن يكون الاسباب بدنية بردو لا بس هو اللي هو يعني ربيعة وعب منعب الاثنين اه بقى ياسف وعب منعب الاثنين جهزين هم الاثنين ممكن الاثنين جهزين احسنا سمعت ان رامل ربيعة هيبدأ اساسي معلومة عندك بقى ممكن ولا حاجة اصلا المعلومة اللي عندي ان ياسف جاهز وهو عبد المنعب طيب السؤال التاني خلال الشهرين اللي فاتوا بعد السؤال الاول بتاع التوف طبعا زيزو مكمل في الزمالك ولا عنده عرضة وعهمش في يناير طيب بس فيقولك الشباب المرادة عشان يبقى السؤال الجديد اه الشباب والاتفاق طيب مبدئيا وانا متأكد من كلامي معاك دايما يعني بتأكد من اكتر من مصدر مفيش عرض رسمي وصل لنادي الزمالك العروض اللي وصلت لزيزو هي عروض عن طريق وكلاء وبالتالي الزمالك بشكل صريح كده يا كريم الزمالك اكد انه لا يعترف بالتفاوض مع وكلاء لعبين ولا يتعامل مع وكلاء لعبين الاعتراف الوحيد عند اقدر تندي الزمالك ان العرض يجي من نادي الاتفاق عايز فاتوح يبعت لعرض رسمي نادي الشباب عايز فاتوح يبعت لعرض رسمي لكن السؤال ماذا لو وصل على العرض الرسمي من النادي سواء الاتفاق او الشباب ما يتم تداوله في الاعلام سواء هنا في مصر او الاعلام السعودي ان العرض 6 مليون دولار والنهاردة احد وسائل الاعلام المقروعة في السعودية قال ان العرض على لسان مصدر في ادارة الشباب ممكن يوصل لتمانية مليون دولار انا اتكلمت مع مصدر مسؤول في نادي الزمالك موقف كوئيلة والعرض يوصل بشكل رسمي قال لك كده يعني احنا بس البداية مش اهل من 10 مليون دولار عشان نتكلم مش اهل من 10 مليون دولار اه يعني لو انت بعتلي 10 مليون دولار عشان اقول لك عايز اكتر ده البداية لكن فكرة 6 مليون دي مش كومة اللاعب هم مسعارين او مقايمين زيزو بمبلغ اكبر من كده لا مش 6 ولا 8 من 10 ال 15 ده الرينج اللي انا بتكلم فيه مش هنزل عن 10 ده الرغبة يعني عشان كمان يبقى العرض بالنسبة للادارة هو عرض مغري ان انا اقدر اوافق عليه يعني بالبلدي كده زي ما بنقول عرض ما يترفتش فلا هو 10 مليون انت بتقولي لو العرض وصل لعشرة مبدئيا نبدأ نتناقش نبدأ نتكلم بس مفيش مانع انه لو مفادات قفلت خالص ان الزمالك يبيع عزيزو بعشرة مليون دولار ده الحد الادنى ده الحد الادنى هم زي ما بقولك كده هيحاولوا فاكتر بس لو يعني قفلت عشرة هيبيع بعشرة لكن فكرة بقى 6 و 7 والحاجات دي لأ مش هم شايفين ان ده رقم هم ليس عدد 3 و بسمع تصحات تبقى او نقلا عن مصدر مسؤول في الزمالك لا نية ابدا اللي بيع عزيزو بأي سعر على الترابيزة يا كريم فيه اراء بتقولك لأ انا ما بيعوش ده لعيب ما يتعوضش وانا حتى لو خدت فلوس هروح اجيب مين انا احد المصادر المسؤولة جوه نتزة مالك بتكلم معها قال لي كده قال لي انت لو معاك الفلوس وبيعته هل فيه لعيبة في الدورة تقدر تروح تجيبها هتعوضه نفس مستوى الاجابة من انا ما رديت قلت لأ مفيش لعيبة تقدر تعوضه او بنفس المستوى ولكن هناك بعض الاراء الاخرى على الترابيزة بيقولك انا لما بيعو بس لما بعشرة مليون دولار ده رقم انا هقدر اكون به فريق كواس جدا فالرأيين على الترابيزة موجودين لكن هم متمسكين طبعا بزيزو او متمسكين لكن لو جالك عشرة مليون دولار والعرض الرسمي يوسئل بعشرة مليون دولار هو زي ما قلت لك عرض ما يترفتش ازا ما لك وقتها يبدأ يفكر ليه الاهلي استنى لحد النهاردة عشان يعني لنسحه من كاس الرابط هو كيكا الاهلي عارف انه لعب سوبر افريكي ودولي افريكي وكاس عامل عندية ودولي ابطال افريكي ودولي وكاس كنا عارف الجدول ده كله من بدري ليه استنى لحد النهاردة عشان يعني لنسحه من كاس الرابط وهي خلاص فضلها تقريبا يعني حوالي اسبوعين تلاتة سابيع انت بتستنى دايما قبل البطولة ما هتبدأ وبتعلم بقى انسحبها خلاص يعني انت بتحدد موقفك قبل البطولة انا ليه احدد مثلا قبلها بشوها بين 3 البطولة هتتلاعي بوقت لا بس انا عارف جدولي مفيش مشكلة يعني هديك مثال انه الاهلي مثلا لما كان فيه بطولة عربية اعلم من بدري اوي انسحبوا منها اول ما تقالي البطولة عربية قالك لا انا مش عارف فلعف في البطولة داي تمام ليه الاهلي اول ما تقال فيك اسربت هم كانوا شايفين انه فيه تقويت معين بالنسبة له هم كنادي اهلي هو ده تقويت المناسب لان احلم من خلاله حتى لو انا عارف جدول بس هو مفصل كله كان رفض تماما فيك في تنوي شابك في كاسربتها عشان طبعا اسباب اللي الاهلي وضعها في البني اللي طلع الانباح بس فالدنيا كانت رضحة جدا وعايز اقول لك على حاجة هو كمان كله ما كانش عايزي شابك في بطولة الصبر اللي هتبدأ في الامارات ولكن خلاص تم اقناعه انه يبقى لانه كان بوده في تحفظ على حتة الفلوس فيها المقافئات كتحت تبقى قليلة شوية كم على السبب الابطال اه اللي يعني كان ممكن مالعبش فيها اه كان ممكن مالعبش فيها اه اصلا دي معنا مش خلفها عديها وانت بتقول كده كده لا لا كان ممكن مالعبش فيها كان ممكن يعتزب عنا اه دي مفاجئة دي بس تم خلاص اقناعه انه يبقى موجود فيها ممتاز جدا لان المقافئة بتاعت البطال كام 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 قولي رقم كبير لا لا انا اعرف انه كان فيه تحفظ على حتة المشافكة في البطولة وطم اقناعه بها بعد جهة اه الالك هيك اللي عايز تشارك فيها بطولة فيها مليون مصدر وده اللي حصل مثلا في بطولة الدول السور برضو كلها كان معطبت عشان حتة ضغط المرشاط والصفر في حالاته والكلام ده كله وطم اقناعه بالمشافكة قالك انت اسبوعين لو كسبتها هتأخذ بالبقى مليون دولافي ده بقم كبير جدا من نزل ببالك كريم اللي خلى الاهلي يعلن يعتزوره النهاردة هي فكرة انه شارك في السور الافريكي الاهلي لو ما كانتش شارك في السور الافريكي كان هيشارك في البطولات لكن هو عشان البطولة اثرت على مستوى الاهلي بعد البطولة فالاهلي قالك لا خلاص انا مش هدخل في الطولة ما عنديش عائد كبير منها لو كسبتها وبالنسبة لي مش مؤثرة يعني فخلاص وخلي بقى لك كمام موقفقا موضح من السنة لفاتك يعني اعتزوره هتأخذ فاتك ما كانش عنده مشكلة انه يعتزم واستنادين نفسك سألك سؤال تاني هل ممكن الاهلي ينسح من بطولة كاس مصر؟ لا مش القديمة جديدة لا 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 صعب فيه بطولات كده بالنسبة للاهلي اللي هي لوائح بداية بتبقى سابتة لا دي ما يفقشنا انا سألت الكابتر عامل حسين فقالي برضو بطولة كاس مصر من حقك تنسح منها او تعتزر عنها يعني زي كسر ربطة بطولة كامل بس ما حصلتش عبلي كان الاهلي يعتزم عن الكاس او انا ارسل مع كسافة المباراة دي لا 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 انا بولك دايما فيه دوي وكاس كا دي سوابت بالنسبة للاندية لا 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 صعبت لكن ببطى من الاول الاهلي كان مواضح فيها من السنفات انه اعتزبوا ثاني كان كل حاجة واضحة هسألك سؤالي هاهري بشكين طبعا هل الزمالك هيرفع الكافي القيد ولا لا لا وهل الزمالك بيتفاوض على لاعبين جدد ولا لا طبعا هل انا جيت هنا مرة قلتلك الزمالك مش هيرفع الكافي القيد لا قلتلك هيرفع يا كافي القيد في كل حلقة كنا نطلع مع بعض كان كلامي واحد ما زلت عند رأيك عمره مضاق الوقت عمالي دي اهو عمره كلامي مضغير في الموضوع الزمالك لحد تقلي كده بشكل صريح لحد اخر يوم في يناير احنا شغالين على الملف طيب التفاصيل ايه يعني يناير دي مجازا اللي هو اخر يوم الي انا اقدر انا ارفع الكيد واجب العيبة مجازا ان انا الاخر يوم مسموح بالضم العيبة فيث انا ارا musst كلامة بنشر هذه الفيديو اغلباتnn الحكام الاخر يوم في يناير انا شغال pro haben guber حكومات واجب العيبة امر وان store اشغالة عن ملفا شغال اتقالة ياكريم في الساعات اللي فاتتwa ان نزامالك حول الفلوس ده محصلي ايه Datate spording من التفاصيل هنقسم بس الموضوع في نقاط سريعة الزمالك عنده اكتر من قضية يتصدرها سبورت انجليش بونا عشان ده المبلغ اللي هو البلك الكبير اه يعني البلك الكبير زي ما بنقول كده مليون ونص دولار طيب الزمالك لما تفوض مع سبورت انجليش بونا كنت قلت لك هنا قبل كده في مفاجأة في الموضوع ده كان احد رؤوساته اتكلم مع سبورت انجليش بونا اننا ندفع اصل المبلغ بس من غير فوائد كنت قلت لك في مفاجأة في طلب الزمالك هو دي هي دي المفاجأة ان الزمالك كان عايز يدفع اصل المبلغ بس من غير فوائد طبعا الكلام ما كانش على هوا طبعا النادي البرتغالي لانه خلاص واخد حكم طبعا ده بكلم برتغالي مش بكلم فرنسويين واخد حكم واخد حكم واخد حكم واخد حكم واخد حكم طيب العرض بعد كده بقى ايه تلت اقصاد اترفض طب اسطيل فالكلام دلوقتي خلينا نقول اللي على الارض الواقع دلوقتي ان الزمالك يدفع مبلغ كبير سي 800 الف دولار مليون دولار والجزء الباقي قده لك مثلا بعد 6 شهور لسه ما تردش على الزمالك في الحتة دي ولكن الزمالك جاهز لكل السيناريوهات ده اللي تقلي جاهزين لكل السيناريوهات اه يعني لو ما نفعش كده هدفع رقم كامل وهرفع ايقاف كده انا ارفعها اه بس على حساب يعني ملفات تانية زي ايه؟ ما تقليش بس يعني على حساب حاجات تانية بس بالنسبة لي كقدارة قيد اهم حاجة هشتغل عليها طيب الزمالك بقى بيشتغل على مين؟ بقى الملفات هرجعلك هقولك الصفقات بس بقى الملفات سريعا الزمالك عنده 270 ألف دولار أتشنبونج عنده حوالي 100 ألف دولار مساعدين فريرا خلص نضاي عشان رعاية نضاي كان رقم قليل لسه رعاية سامسون 11 ألف دولار هيخلاصه عشان رقم قليل وربعمية وخمسين ألف دولار قصت لنادي كراكاس الفنز أولي كل دي طبعا ملفات هم مشغلين عليها دفع في سامسون أكين يقوله اه القصت التانية كان الزمالك دفع قصت نصف مليون دولار كما يغلو سامسون نفسه؟ سألت السؤال ده والله والله اه اتقل انت لو رئيس النادي هتوافق قلت قلت لا اه يعني انت لو رئيس النادي هتوافق تاخد سامسون وتتنزل على ربعمية وخمسين ألف دولار ترجعوه تنزل على ربعمية وخمسين ألف دولار والله يخلوه عن دق درب من الخال اه درب من الخال فالموضوع مرفوض فهم مشغلين طيب لستة أو قيمة اللعيبة اللي زمالك بيتحرك فيها قبل كده قلتلك في اسمين في خط النص هم اللي عليهم العين قوي محمد شحاتة وناصر ماهر محمد شحاتة لعب وسط رائع الجيش ناصر ماهر لعب نادي فيوتشر الاتنين دول في حسابات الزمالك وابو كوة قريبين جدا من اللي انتقل الزمالك حال فتح الكيد اتقال في الساعات اللي فاتت ان الزمالك عقد جلسة مع محمد شكري ظهير أيصر نادي سراميكا واحمد رمضان بيكا محصل على توقيع الاتنين اللعيبة الزمالك حصل من فترة على توقيع شكري بس ولم يحصل على توقيع أحمد رمضان بيكا دي معلومة مؤكدة الزمالك وقع مع محمد شكري ظهير أيصر سراميكا ولم يوقع مع بيكا ولكن اتعرض أو اترشح للزمالك أحمد رمضان بكم لكن هو شكر اللي في حسابات الزمالك لو موضوع فتوح خلص ممكن الزمالك يبقى إيه بيقدم رجل وآخر رجل لا بشكل بص أنا قلت هنا قلت لك إيه قلت لك الزمالك تكلم في موضوع الشناوي والطرح لكن قصة إن الشناوي قصة المشاركة الأفريقية بعادته شوية عن الموضوع وهناك بعض يعني المسؤولين جواناً الزمالك تحفزوا على فكرة الشناوي فخرج من الحسابات فيه لعبة تانية لكن زي محمد حمدي بكليفت إنبي لكن موضوع بالنسبة للزمالك شايفين إن إنبي هيغالي في الطلبات لكن محطوط في الصورة وسامة جلال خناقة في يناير ما بين الأهلي والزمالك خاصة أن برامدز هيمشي وسامة جلال هيمشيين؟ عنده الرغبة آه يعني لو جاله عرض هننقشه ممتاز طيب أنا للوقت الأسف بيتير مني فبالدقتين هاخد منك ديها واخد من أحمد ديها السؤال بشقين بسرعة موضيست هيمشي وعلاقة في يناير ولو مشي أو قاعد الآن هجيين مواجم في يناير وعلاقة كلام دلوقتي موضيست مكمل مكمل كلام دلوقتي ماشي ورق جدا جدا خلال الأيام الجاية تاخد قوية إن موضيست يمشي ويبقى فيه مواجم تاني تحت السن في ينايف ده الكلام اللي نادي الأهل شغل عليه مواجم تحت سن أجنبي أجنبي أبزردك لأن موضيست طبعا خلاص مروان حمدي ممكن يجي إلى أهلي؟ مروان حمدي ممكن يجي إلى زمالك ولا في الزمالك ولا في الأهلي بشكل كبير حتى الآن لحظة اللي بكلمك فيها دي مروان حمدي بعيد عن الزمالك وبعيد عن الأهلي وهناك عروض تانية بنتكلم في سروميكا بنتكلم في زد بنتكلم في سموحة البنك الأهلي دول الأربع عروض اللي عند مروان حمدي بعيد عن الأهلي وزمالك خلي بالك حكومين كورسة موضيست انت هتفسخ العقل إزاي هتدي لفلوسه كاملة فهي دي بعض المشكلة الأهل بيدور على الخيوج الآمن في صفقة مودست عشان ما أخصفش الخيوج الآمن دلو ايه؟ إن أنا أحلها باعة بالطراضي بقى يعني الدنيا تمشي ولي خلي حلها بالطراضي خد بالك يا نفس القصة في موضوع سامسون بالضبط ما فيش لعيب فيهم ولا مودست ولا سامسون هو يردى يتنازل عن باقي اللي ما هي دي بقى المشكلة كلها عشان ما مشكلة فكرة مودست ايه أو حتى سامسون أنا لو عندي نادي تاني هاديني فلوس كويسة أو ما هدي الفكرة هقول إيه كلمة الفسخ بالطراضي كبتيجي إزاي نفسخ بالطراضي ولكيك عندك حرب تاني وحتى لو عنده يا كريم وحتى لو عنده لأ أنا أخد الفلوس لو عايز تمشييني ديني فلوسي والدين يعني نحكم بقيت الموسم وخلاص فهي دي مشكلة لا ما أصلا عنده هيقول لك إيه خلاص أمشي من العيل عشان آخره الموسم هروح أمدي مع نادي تاني في سنتين وهلعب وبتاع بدلا ما يسيبوني هنا قاعد من غير ما ألعبوا وخالبات ما تستبعدش الموسم ممكن يعني تزالوا ما ما يلعبش تاني خلاص أصلا طيب هواري آآ كهربا الناس نسيت غرابا بتاع الكهربا دي اللي اللي أحن باشفاك إن الكهربا عليه غرابا لنادي الزمالك إيه وضعها طيب كهربا كان من شهر كده تقريبا يا كريم حصل تفاوض آآ ما بين المحامين محامي كهربا وآآ نادي الزمالك وحصل كلام إن يا جماعة نتحرك ودي في القضية ننسى بقى الشق القانوني ونتحرك فيها ودي واللعب يسدد بشكل ودي سواء بقى إن هو مثلا يسدد المبلغ من غير الفوائد أو يسدد المبلغ بالقسط أو يسدد المبلغ بالجنيل مصري طبعا الزمالك رفض الحلول الودية دي وتحفز على أغلبها والموضوع يتقفل كحل ودي فبدأ الطرفين يتحركوا في الشق القانوني حتى الآن مفيش من الناحية القانونية جديد ولكن ربما يتجدد تاني التفاوض الودية ما بين كهربا وما بين نادي الزمالك عشان يوصل اتفاق خاصة إن بعض الوسطاء بيقولوا النادي الزمالك مش هتستفيد حاجة لو أنت طولت الموضوع قانونيا مع اللاعب اللاعب ميكملوا بيلعب آآ يعني كده كده بيلعب وبعدين لو الأهل جاب مهاجم ممكن ما يشاركش فما يبقاش بالنسبة له فارق بقى حاجة الموضوع فالأفضل ليك ده كلام يعني الوسيط المكرمة بين الطرفين الأفضل ليك كنادي إن انت تشوف حل من الحلول وتخلص الموضوع حتى لو الحل مثلا انت تاخد الفلوس بالمصر لكن حتى الآن الحلول دي مش على هوا قدرت الزمالك مش على هوا قدرت الزمالك طيب مخرج الطيب قال ليه خد 30 ثانية كمان طيب أول عندي مخرج طيب جدا والله عمر كمال عبدالوحد موقفه ايه؟ عمر كمال عبدالوحد في الأهل في الأهل على طول كده؟ مش في الزمالك؟ بص يا الصفقة تمصمم بص يا الصفقة الصفقة أقرب للأهل ولكن مازال هناك تمسك ضئيل من الزمالك بعمر كمال ومحاولات إن الزمالك يحول وجهة اللعب لكن ده هتكون متوقفة إن الزمالك يقدر يفتح الكيد قبل ما يوقع عمر كمال للأهل واحتمال كمان يكون خلد عفتاح مع 7 أو 8 مليون وصفقة تخلص على كده 7 أو 8 مليون ولعيب واحد وخذة الفتاح حلو معلوديك جدا عمور نوارت الدنيا حبيبا كيمة شرفت نوارت أحمد كالعالم نوارت الدنيا حبيبا كريم شكرا جزيلا حبيبي ده كالكتاب حليتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب حالان بخير